طبعاً النهاردة هيكون معنا في الفقرات بتاعتنا يمكن فكرة مع أبطال المواي تاي وفكرة أيضاً متولة مع كابتن إسلام عادة لنجم النادي الأهلي السابق هنتكلم معاه في كل الأمور اللي تخص النادي الأهلي سواء المعسكر نادي الأهلي في النمسا وأيضاً استعدادات النادي الأهلي خلال الموسم الجديد وهنتكلم معاه في كل الأمور اللي بتخص النادي الأهلي إن شاء الله بإذن لتكون فقرة داسبة كده ومليانة تفاصيل مهمة تهم كل حضراتكم لما بنتكلم عن النادي الأهلي ونقول أنه وجهة مشرفة للرياضة المصرية ده مش مجرد كلام ده واقع وواقع كمان شامل تفاصيل كتير تاريخ حاضر أرقام إحصائيات النادي الأهلي والأهلوية كلهم النهاردة في حالة ترقب شديد لتحديد منافسات كأس العالم للأندية في القرعة اللي حتقام النهاردة إن شاء الله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ودي النسخة الرابعة على التوالي اللي بيشارك فيها النادي الأهلي في مونديال الأندية بالنسبة لحضور القرعة فقرر كابتن محمود الخطيب تكليف كابتن حسام غالي طبعا عضو مجلس الإدارة بأنه يسافر إلى المملكة العربية السعودية والحضور كممثل عن النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بإذن الله بإذن الله نسخة الحالية نحقق فيها إنجاز مختلف بقى كمان وعن اللي فات وبدل ما احنا خدنا الميدالية البرونزية ثلاث مرات قبل كده ربنا يسطح الحال المرات يا ماريب نتكلم بقى في ميدالية قدية دهبية ما فيش حاجة مستحيلة كرة القدم ولا في حاجة مستحيلة على النادي الأهلي لا الحقيقة طبعا وخاصاتنا كريم إن احنا داخلين الموسم ده يعني بداية قوية وفي معسكر فليه لا أكيد ممكن نحقق يعني إنجاز أكتر من اللي احنا حققناه خلال السنوات الماضية في كأس العالم للأندية أكيد نتمنى كل التوفيق لفرقنا يمكن البطولة دي هتقام في السعودية والانتظار الجماهير النادي الأهلي غير طبيعي يعني دايما بنشوف ده على السوشيال ميديا سواء بقى تويت أو بوست على كل مواقع تواصل اجتماعي سواء فيسبوك إنستجرام وتويتر كمان يمكن كل مشجعي النادي الأهلي على السوشيال ميديا يمكن منتظرين هذا الحدث الكبير ولم بنقول الأهلي عالمي مش دايما بنقولها من فراغ يمكن كل شوية بنقول أن الأهلي عالمي ليه لأن الأهلي بأرقامه معروف في العالم كله وشفنا ده وإحنا بنلعب مع البايرن وقبلها لما تصدرنا كمان ترتيب الأكثر تتويجا في العالم لأول مرة وتخطينا كمان أرقام الميلين وبعد كده بقى بقينا فيه منافسة قوية جدا مع ريال مدريد على الأكثر تتويجا وشفنا تبادل برقيات ما بين النادي الأهلي وما بين هذه الأندية فلما بنقول النادي الأهلي عالمي دايما مش من فراغ يمكن كمان مشجعي النادي الأهلي دايما بيتصدروا المشهد يعني أنتم متخيلين فيه ربطة المشجعي النادي الأهلي في النمسا كانوا في منتهى السعادة لما عرفوا أن الفريق هيعسكر عندهم وفي كل دولة دايما بتلاقي مشجعي الأهلي وراه يمكن شفنا برضو يا كريم خلال الأيام الماضية دايما فاروق كان استضاف عدد كبير جدا من الجلال العربية في النمسا كانوا موجودين في المعسكر عشان يشجعوا فريقهم علشان يكونوا جنبهم يعني ويمكن خلونا بقى نتكلم أكتر عن ربطة مشجعي الأهلي في النمسا مع الأستاذ أحمد البقليل رئيس الرابطة صباح الفل عليك صباح الفل صباح الخير فاندن زي حضرتك إزاي حضرتك عامل ايه؟ بعمل حمد لله حضرتك أنها أعيد من نسبانا وجود النادي الأهلي في فيننا وفي النمسا عموما واحنا عايزين نعرف بقى من حضرتك طبعا بعد صباح الخير وسوعداء وجودك معنا في عشرة صفحة بالأهلي عايزين نعرف بقى منك من اللحظة الأولى اللي وطأت فيها أقدام لعيب النادي الأهلي النمسى انتوا كنتوا عاملين إيه؟ نحن كنا بنستعد للموضوع ده وروحنا بكميات كبيرة عند المطار هم صمحوا المجموعة بس بسيطة مننا عشان المطار كان أملي وكذا ونحن النهاردة حضرتك من جاهل كماهيرو طالعين دلوقتي في ثلاثة متوسات طالعين من فينا ورب نجوم الرياضة اللي هو قدامى يعيب كرة القدم بالنمسى نطلعين ثلاثة متوسات من عند النادي المصري عشان نشجع النادي الأهلي في المباراته الودية النهاردة مع فريق سلوفينيا فريق من سلوفينيا اسمه إنكا ألوميني إنكا ترتيبه في الدورة حوالي الرابع في الدورة السلوفيني فالنهاردة هتلاقي حضرتك جماهير مصرية كتير جدا بالإستاذ إن شاء الله في محافظة شتائر مارك طب احنا برضو عايزين نتعرف أكتر على الربطة نفسها يعني تأسست إمتى عدد أعضاءها قد إيه ربطة النادي الأهلي بالنمسى هنا تأسست حوالي سنة 2017 2017 تأسست ودلوقتي عدد الأعداد بتاعتها حوالي يعني المؤسسين عشرة إنما الأعضاء حوالي دلوقتي داخلين في الأربعين ألف أربعين ألف بس فيهم ناس من مصر يعني فيهم ناس داخلوا معنا من مصر إنما الباقي من هنا من بين لأن جمهور الأهلي في النمسى كبير جدا في كل المحافظات جميل في كل محافظات النمسى وهم سعداء جدا واشتروا فرنات والأعلام وإن شاء الله حتشوفوهم النهاردة بعمر الله في الأستاذ النهاردة إن شاء الله في مورات الأهلي الودية إن شاء الله يستاذ أحمد خلينا برضو نعرف منك أكتر يمكن أنت بتكلم أنتوا استقبلتون في المطار وإحنا شفنا بعض منكم يعني في التدريبات يعني يمكن نادي الأهلي الفترة دي بيتمرن صباحي ومسائي عايزين نعرف منك هل بتحضروا التدريبات دي تكلمتوا مع اللعيبة في إيه؟ مع كالر تحديدا خاصة يعني أنه هو موسم استثنائي بالنسبة لي وكان الموسم الماضي يعني قالت لهم كمان يمكن تحيات وحب عداء الرابط عايزين نعرف أهم الأحديث اللي ضارت ما بينك وهل بتحضروا كل الأوقات بتاعت التدريب ولا يمكن بتحضروا أوقات محددة فيه أوقات محددة بيسمحون فيها فيه أوقات بي هو عاوز ينفس خطط معينة ما بيسمحش بنبقى عدوافين من بعيد احنا رحنا ثلاث مرات هناك واتقابلنا مع مارس الكولر أنا عن نفسي قابلت معها ثلاث مرات واتطورت معها في كل مرة بروح بيها وكلمت وقال لي احنا السنة دي عاوزين ننافس على كاس العنم من الأندير يعني احنا بنحاول ندخلين في جوانا نحن ناخد مركز متقادي أما نكسب البطولة أما نلعب على المركز التاني وهو سعيد جدا جدا بالأجواء المعذكر وسعيد بالاستقبال للمصريين هنا كل تمرين بيلاقي ناس رايحة الناس بصراحة أنا عاوز أقول له حضرتك حاجة البعثة بتاعة النادي الأهلي الإدارة ومجلس الإدارة واللعيبة طوائفين جدا جدا وكل ترحيب بيقابلوا الناس بيتصوروا معاهم وكل أدب واحتراب يعني بعملوا الجالية ما فيش أحسن من كده بالصراحة يعني جميل واحنا كمان سعداء بوجودكم وسعداء بمشاركتكم في هذا الحدث يعني معسكر النادي الأهلي في النمسا ولتمنى لحضرتك كل التوفيق وتحياتنا لكل أعضاء الجالية المصرية من محبي وعشاق النادي الأهلي في النمسا صباح الفل على حضرتك وشكرا جزيلا لنبوضك بعيدا نشكر حضرتك ولأستاذ ماريون نورتنا يا أستاذ ع شكرا كبيرا حاجة حلوة والمصري المصري المنتشرين في كل الدنيا الأهلوية تحديدا الأهلوية تحديدا منتشرين في كل مكان حق تصد ضد أي حاجة يا رب إن شاء الله طيب إمبارح بقى وده موضوع مختلف شوية حنرجع نكمل كلامنا أكيد عن النادي الأهلي يعني خلال لحظات بس تعالوا لوح دلوقتي الموضوع مختلف حبتين إمبارح انطلق معسكر منتخب مصر وطبعا في توريا كان حريص كل الحرص على أنه يستقبل كل اللاعبين الجدد اللي بينضموا للمنتخب تحت قيادته للمرة الأولى آه دي نقطة النقطة التانية الرباعي الرباعي النادي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية ومحمد هاني هما الأربعة غدروا بالأمس معسكر عداد النادي الأهلي المقام حاليا في النمسا لينضموا لمعسكر المنتخب المصري خاضوا بالفعل أول تمرين اليوم مبارح على استاذ القاهرة طبعا ده كان استعدادا لمواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة في التصفيات الإفريقية وبعدها طبعا في ودية مع منتخب تونس كمان بيرسي تاو انضم لمعسكر جنوب إفريقيا وقاليو ديانج انضم لمعسكر منتخب مالي وأكيد برضو علي معلول انضم لمتخب تونس وأكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر واللعابين المحترفين مع منتخبته خلينا بقى نروح للوقت للعبة السكواش وأعلنت رابطة اللعابين المحترفين لسكواش التصنيف العالمي لسيدات السكواش خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري موسم 20-23-20-24 وتصدرت البطلة المصرية نور الشربين لتصنيف العالمي لسيدات السكواش بعد تتوجه مؤخرا ببطولة باريس لسكواش عقب الفوز على المصنفة الأولى المباراة النهائية لتنهي الشربيني هايمنة جوهر على الصدارة واللي امتدت لـ 13 أسبوع على التوالي احتفظت طبعا مصر بخمس مراكز في قائمة الطاب تن وتحتل نور الشربيني المركز الأول وتليها نوران جوهر في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث وترجعت نور الطيب إلى المركز السادس وروان العربي في المركز العشر عايزة أقول لك دايما بيبقى السكواش احنا متقدمين فيها قوي يا كريم ودايما اسم مصر بيتصدر فيها تصنيفات كبيرة جدا على مختلف مستويات اللاعبات الحقيقة وتحديدا بقى لو يعني هنتكلم عن نور الشربيني يعني يمكن بتحقق أرقام كبيرة جدا وبنشوف مطشاتها دايما كده الند بالند يمكن أنا حضرت لها كذا مطش الحقيقة تبقى مطشات صعبة قوي ولكن دايما بتقدر انها تحافظ على التصنيف الخاص بيها بصي اللي حاصل في ملف السكواش المصري شيء يفرح وشيء بنتعو يعني بمجابه بنتعي دايما يقول يا رب نشوف النجاح الكبير اللي متحقق على مستوى الرياضة دي تحديدا في مصر يستنسخ في كل الرياضات يعني الود والدين ان احنا نشوف أسماء المصريين والمصريات أبطلنا وبطلاتنا متصدرين قائمة أي رياضة في الدنيا الحقيقة اللي حاصل على صعيد السكواش يعني حدث ولا حرج وبالمناسبة احنا مش مجرد متصدرين للتصنيف العالمي لسكواش بقدر ما احنا مكتسحين دي يعني فيه شبه احتكار للتوب تان مبدئيا رابطة يعني اللعبين المحترفين للسكواش أعلنت كمان تصنيف الرجال وحافظ البطل المصري علي فرج على صدارة التصنيف في الموسم الجديد وبرضو المصريين سيطروا على قائمة التوب تان كالعادة علي فرج التصنيف الأول على العالم مصطفى عسى اللعب النادي الأهلي التصنيف الرابع مازن هشام التامن طارق مؤمن التاسع ونرجع ونقول ده العادي من لعبتنا في السكواش أهلا بكل حضراتكم مرة تانية شوفنا من شوية لقطات للنادي الأهلي ولكن من تصوير جوي دلوقتي هندخل بقى داخل النادي الأهلي فرع الجزيرة حيث تتواجد زمالتنا العزيزة نورهان طمان اللي مشكورة هتعرفنا على آخر الأخبار والمستجدات صباح الفل عليك يا نورهان نتفضلي نحن سمعينك يا صباح الخير يا كريم صباح الخير يا مريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان نحن هنا زي ما قلت يا كريم من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم طبعا من أطلعكم على الأجواء وأبرز أخبار النادي وفرق المختلفة الأجواء يمكن في الساعات الأولى من صباح اليوم زي ما تعودنا بوابات النادي بتستقبل الأعضاء بكل الترحاب والعاملين هنا بيقوموا على قدم نوساخ في خدمة أعضاء النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم الحياة أنه يمكن درجة الحرارة تشجع جدا على التواجد في النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم أما بقى يعني طبعا أخبارنا وطبعا الفريق الأول لكرة القدم اللي بيهم أخباره طبعا كل جمهور النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله في ودية هتقام يا الودية الأولى والأخيرة لمعسكر الفريق طبعا زي ما احنا عارفين أمام برافو السوليفاني في طبعا معسكر الفريق بالنمسا ده طبعا قبل خوض الودية التانية أمام طلاع الجيش يوم 11 سبتمبر استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة إن شاء الله بتصدفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية واللي هتقام طبعا المباراة يوم 15 سبتمبر الجاري كل أمنياتنا القلبية بيتوفيق طبعا للفريق الأول لكرة القدم في مباراته اليوم وطبعا مستر كولر يبدأ موسم طبعا جديد إن شاء الله ويمتعنا زي ما متعنا الموسم الماضي بتحقيق كافة البطولات زي ما ده طبعا تموح دايما جمهور النادي الأهلي أما بقى على يمكن صعيد طبعا يعني الأخبار الأخرى يمكن النهاردة في الثانية زهرا وطبعا خلال ساعات قليلة إن شاء الله هنتابع كلنا القرعة اللي إن شاء الله طبعا بيمثل النادي الأهلي فيها كابتن حسام غالي قرعة كأس العالم للأندية ودي إن شاء الله المشاركة التسعى للنادي الأهلي والربعة على التوالي في البطولة المحببة للنادي الأهلي وجماهيره إن شاء الله كابتن حسام غالي هيكون ممثل طبعا زي ما قلنا لكم للنادي الأهلي عضو مجلس الإدارة بتكليف طبعا من كابتن محمود الخطيب كل أمنياتنا القلبية للنادي الأهلي في البطولة المحببة ليه وإن شاء الله طبعا زي ما احنا عارفين يمكن معلومات كده يعني عن البطولة طبعا منشستر سيتي السنة دي هي حتكون أول مشاركة ليه طبعا بقيادة طبعا الإسباني بيب جورديولا اللي يمكن يعني حقق ثلاث ألقاب من قبل في هذه البطولة نتمنى أن احنا إن شاء الله نواجه منشستر سيتي في النهائي بإذن الله وإن شاء الله النادي الأهلي يكون يعني يقدم إن شاء الله مستويات فنية أكبر ويحقق مدالية طبعا أهم وأكبر من الحققها قبل كده طبعا حققنا برونزية إن شاء الله جمهور النادي الأهلي بيحلم بالفضية أو طبعا الزهبية أما بقى على مستوى الألعاب الأخرى فالنادي الأهلي طبعا لكرة اليد النهاردة الساعة 8 هيواجه المعادي في دوري المحترفين لكرة اليد وسيدات السلة بيستعدوا للموسم الجديد إن شاء الله بداية من اليوم أما رجال سيدات الطائرة أسفل أما طبعا رجال السلة فيمكن طبعا الدوليين عادوا أمس من طبعا المشاركة مع منتخب مصر وانضموا لمعسكر الفريق اللي بيتم استعدادات اللي طبعا هالنهاردة هيبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية اللي هتقام فيه سنغافورة أما بقى طبعا يمكن على سعيد السكواش فطبعا نجمتنا نور الشيربيني يعني يمكن عادت مرة أخرى لصدارة التصنيف وأزاحت طبعا نجمتنا الأخرى نوران جوهر من التصنيف ولازال علي فرج فيه طبعا صدارة التصنيف على مستوى الرجال أما بقى اليوم فهتقام على مدار اليوم فيه طبعا البطولة الأفريقية لكرة الطائرة اللي بتستضيفها مصر طبعا حتى 13 سبتمبر ويمكن طبعا منتخب مصر طبعا بيدم عناصر من النادي الأهلي النهاردة فيه عدة منافسات قوية فيه اليوم الثالث للبطولة بروندي هتواجه الجزائر وغانا هتواجه الكاميرون وجنبي هتواجه رواندا وتونس هتواجه تشاد وليبي هتواجه كينيا وسنغال هتواجه المغرب ويمكن طبعا مصر افتتحت البطولة بفوز غالي على بروندي ب3 أشوات دون رد وإن شاء الله هتواجه الجزائر فيه طبعا مباراة هامة غدا أما بقى يمكن طبعا يعني يمكن طبعا إحنا كرة اليد وأمنياتنا القلبية لبعثة منتخب طبعا كرة اليد واللي طبعا بيضم بالعناصر النادي الأهلي وهيسفروا اليوم لتونس لخوض منافسات البطولة الإفريقية دي كانت طبعا أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيرة وقبل ما اختم معاكم طبعا كل أمنياتنا القلبية لكابتن محمود الخطيب بشفاء العاجل فيه رحلته اللي هيطير إلى فرنسا لاستكمال علاجه وكل أمنياتنا القلبية بشفاء العاجل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي شكرا لكم جدا وعود مرة أخرى إلى الاستوديو نحن نشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية والكافية كالعادة زمالتنا العزيزة شكرا جزيلا شكرا لكي جدا نورهان طمان زمالتنا العزيزة ودلوقتي بقى هننتقل لملف الحياة بنتناوله كل يوم 3 في 10 صبح في الأهلي مع انتهاء جولات الدوريات الأوروبية والنهاردة بقى هنركز على الخمس دوريات الكبرى في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وأيضا فرنسا وألمانيا هيا أسبوع كان قوي جدا وكان فيه نتائج كبيرة جدا وتقريبا كده يعني يا كريم مع نهاية الجولة الرابع هنبدأ نعرف ملامح المنافسة على الخمس بطولات مين هيقدر يكمل النهاية مين لأ أو هيكون مفاجئة البطولة مين هيكون الحصان الأسود مين الفريق كمان اللي هيخيب الأمال في البطولة خلينا نبدأ من الدوري الفرنسي طبعا نجح باريس سان جرمان في استعادة جزء كبير من باريقه اللي فقدوا في أول جولتين بفضل أكيد نجمه وهدفه الكبير من بابي وحقق مكسب كبير على أولمبيك ليون بربعية سجل منها من بابي هدفين وسجل النجم المغربي أشرف حكيمي هدف وارتقى بالفوز ده للمركز التاني برسيد 8 نقاط خلف الموناكو صاحب الصدارة برسيد 10 نقاط وفي المركز التالت بقى أولمبيك مارسيليا برسيد 8 نقاط بعد تعادل مع نونت بهدف لكل فريق في مباراة حقيقة تقلق فيها النجمينة المصري مصطفى محمد مع فريق نونت وسجل رابع أهدافه في البطولة خلينا نتكلم أو نقف شوية عند مصطفى محمد يعني لو استمر بالأداء ده ويعني شفنا تقلق زي ما شفنا كده في مباراة الأمس هيكون الحقيقة محطة أنظار الأندية الكبرى في أوروبا خلال الفترة المقبلة ويعني ينضم بقى لنجمنا المتقلقين عمر مرموس مصطفى محمد محمد صلاح يعني الحقيقة حاجة تدعو للفخر يا كريم جدا 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 ويعني ما كانش الواحد يتخيل أنه ممكن في يوم الأيام يبقى عندنا أكتر من لاعب مصري بيلعبه في دوريات أوروبا الكبرى ومش مجرد متواجدين والسلام ده كل اسم منهم أتقل من التاني في الفريق اللي هو بيلعب فيه فطبعا دي حاجة أكيد تفرحنا وتشرفنا كلنا كمصريين تعالوا بنروح من الدوري الفرنسي للدوري الألماني اللي شاهد من بداية انطلاقته والحقيقة مفاجأة مدوية بتصدر فريق باير ليبركوزن لصدارة الدوري بعد مرور ثلاث جوالات فقط لا غير سجل فيهم ثلاث انتصارات ورفع رصيده لتسع نقاط أخرهم طبعا فوز عريض على دارمشتات بيه خماسية ومعاه في نفس الرصيد طبعا حامل اللقب التاريخي للبونز ليجا باير ميونيخ اللي برضو هو كمان فاس في أول ثلاث جوالات أخرهم عالب روسيا مونشن جلادباخ بعد كده في المركز الثالث بيجي شتوتجارت برصيد ست نقاط ومعاه في نفس الرصيد في المركز الرابع لايبزيج أما طبعا عن جميناء المصري عمر مرموش لعب انتراخت فرانكفورت فالحقيقة كان ليه حضور مميز جدا في أول ثلاث جوالات وسجل التعادل لفريقه أمام مينز في الجولة الثانية في السواني الأخيرة من المباراة وفي الجولة الثالثة كمان شارك فيه تعادل انتراخت مع كولين بهدف لكل فريق برضو حاجة تبسطنا جدا دوري فرنسي في حد مصري بنور دوري ألماني دوري إنجليزي الله بصد على الحاجات دي بتتنظر خلي بالك خلينا بقد روح دلوقتي للدوري الإيطالي الأكثر إثارة هذا الموسم بين الخمس دوريات الكبرى اللي احنا يعني لسه كنا بنذكرهم واضح أننا هنكون على موعد مع نسخة تاريخية من الكالتشو بينافس فيها خمس فرق من البداية يمكن كمان تمتد المنافسة دي حتى النهاية صدارة الترتيب مشتركة ما بين قطباي ميلانو انتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا هو الفريق صاحب الصدارة برصيد تسع نقاط من ثلاث انصارات آخرهم الحقيقة كان على حساب فيورنتينا بربعية بفضل نجمه طبعا وهدفه الأرجنتيني مارتينيز وراه بنفس الرصيد اي سي ميلان بتسع نقاط من ثلاث انصارات آخرهم كان على نادي العاصمة روما طبعا بهدفين مقابل هدف بفضل تقلق الهداف المخضرم أوليفي جيرو اللي سجل لغاية دلوقتي في البطولة أربع أهداف بعد كده بقى في المركز يعني التالت بيأتي نادي السيدة العجوزيو فانتس برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل يمكن خلينا نتكلم على اليوفي تحديدا الموسم الحالي مش هيشارك في أي بطولة قرية بعد حملة العقوبات من جانب الاتحاد الرياضي في إيطاليا يعني بعدما ذكرنا دا وبعدما ذكرنا يعني يمكن الحالة اللي فيها كل الأندية الخاصة بالدوري الإيطالي يمكن هنقول ان أول ثلاث جولات في إيطاليا بتقول ان المنافسة علاقة بها تكون ما بين قطباي ميلانو ومعاهم يوفنتس أكيد نابلي وطبعا فيه انتظار لعودة لاتسيو وصيف البطولة الموسم الماضي الله يرحم أزمنا غابرة كان الدوري الإيطالي فيها أكثر اشتعالا بكتير مما هو عليه الفترة دي وكان دايما نجوم كرة القدم الإيطالية محطة أنظار كل الدنيا مش عارف إيه اللي حصل في آخر كم سنة للدوري الإيطالي مش بنفسه قوته بتاعت زمان خالص على كل أحوال تعالوا بقى نروح للدوري الأسباني اللي تلعب منه لغاية دلوقتي أربع جولات وطبعا تصدر المسابقة منذ البداية وكما هو متوقع العملاق المرينجي ريال مادريد بـ 12 نقطة أربع انتصارات من أربع مباريات طبعا بفضل صفقة الموسم بيلينجهام اللي رفع رصيده تهديفي لخمس أهداف أخيرهم في مرمى ختافي في المركز الثاني المفاجأة جيرونا برصيد عشر نقاط ثم بنفس الرصيد حامل اللقب طبعا لقب الليجة برشلونا اللي سجل ثلاث انتصارات أخيرهم على حساب أساسونا بهدفين مقابل هدف طبعا عن طريق الهداف لبندفسكي في الدقائق الأخيرة من المباراة وفي المركز الرابع أتلاتكو مادريد برصيد سبع نقاط ثم أتلاتكو بالباو بنفس الرصيد ونقدر نقول أنه يعني كالعادة المنافسة هتكون ما بين الثنائي ريال مادريد والبرسا وحيكون طبعا للصفقات الجديدة في الفرقتين كلمة السر مع الاتنين مدربين أنشلوتي مع ريال مادريد وتشافي مع برشلونا والطرف الثالث بقى في المعادلة أتلاتكو مادريد أو يعني نقدر قول أنه لو استمر بنفس البداية قوية اللي شفناها عليها واللي سجل فيها انتصار عريض على ريو أبيكانو بسباعية يعني سبع أهداف ممكن جدا يكون هو البطل في النهاية يعني كل شيء وارد جدا جدا مع ديجيو سيميوني اللي كسب الدوري من موسمين لو حضراتكم تبتكروا بعد ما كان خارج كل التوقعات تماما وفجر يعني وقم بلها وقتها وكل كان متفاجئ فالدنيا حلوة في الدوري الأسبانية هي بدأ عموما على في كل الدوريات اللي احنا تكلمنا فيها يعني الدوري الأوروبي الحقيقة أن هي بداية نقدر نقول أن هي ممكن تكون قوية جدا هنشوف فيها مفاجآت كمان خلال الفترة المقبلة ولكن خلينا دلوقتي بقى نروح لآخر دوري في الخمسة الكبار يعني هتكلم عنه هو الدوري الانجليزي طبعا اللي واضح أننا هنكون أمام نسخة استثنائية منه يعني يمكن أربع جولات منشاستر سيتي حامل اللقب في الصدارة برصيد 12 نقطة حقق فيها العلامة الكاملة آخر ونفوز عريض طبعا على فولم بخمسية سجل منها الهداف هالند هاتريك بعده في المركز الثاني تاتنام برصيد 10 نقاط واللي ماشي الموسم الحالي بشكل نقدر نقول أنه هو جيد وحقق في آخر مباراة مكسب كبير على بيرني بخمسية مقابل هدفين سجل منهم طبعا الهداف سون هاتريك وبعد كده يمكن في المركز الثالث بنفس الرصيد ليفر بول بعشر نقاط من ثلاث انصارات وتعادل كان فيهم أكيد نجمنا الفرعون المصري محمد صلاح هو نجم الفريق وصاحب كلمة السر في الجولة الأخيرة أمام أستون فيلا بعدما سجل وصنع كمان هدف واضح بقى يعني يمكن أن الريدز واخد الأمور بجدية كاملة في المنافسة على لقب البريمير ليج غير الموسم تماما الماضي وبنفس الرصيد بردو وست هام بعشر نقاط مع مدربه المخاضرم ديفيد مويس أما المركز بقى الخامس هو أرسنل وبنفس رصيد أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع عشر نقاط سجل طبعا آخر فوز ليه أمام منشاستر يونيتد بثلاثية مقابل هدف مع مدربه المتقلق أرتيتا بعد مرور بقى أربع جولات يعني نقدر نقول أن المنافسة هتكون قوية جدا جدا ما بين الثوراثي منشاستر سيتي وأرسنل وكمان ليفر بول اللي بادئ بداية قوية جدا ممكن نشوف كمان تاتنام لو كمل بنفس المستوى أما بقى بالنسبة للثنائي منشاستر يونيتد ويتشالسي يعني هيكمله أو هيظله لغز كبير جدا لكل عشاءهم رغم حملة تعقدات الكبيرة اللي حصلت في المركات والأخير واللي وصلت مع تشالسي كمان على سبيل مثال يمكن لمليال دولر يعني إحنا مستغربين الحقيقة عدد من الأداء يمكن ليفر بول بادئ بداية غير الموسم الماضي يمكن كان فيه خزلان لكل جماهير نادي ليفر بول ولكن على الجانب الآخر شايفين أندية تانية برضو بدأة على عكس الموسم الماضي كان بداية قوية ويمكن الموسم ده بدئين بداية مش أحسن حاجة على الرغم من الصفقات زي ما كنا بنتكلم يا كريم بس كل دي هنقول إيه تنديعات لكن لسه بقى الدنيا هتسخن كمان هو لسه بدري طبعا الحكم لسه بدري عليه طبعا وللأمانة يعني إحنا على الألال اللي كان مصريين فيما يتعلق بمسألة محمد صلاح يعني أكيد إحنا نتمنى يعني أن نشوف ليفر بول جديد بقى الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده حضرات نشوف معاكم متابع هذا اللقاء اللي حنشوف من خلاله بعض اللقاطات من تدريب اللي طبعا الفريق في النمسا النادي الأهلي في النمسا وكمان لقاء مع اللاعب أحمد نبيل كوكا هنتابع ونطلع الفاصل ونرجع نكمل نتفضل كل اتحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابع شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان مستمرين مع حضراتكم وتقطيطنا لأجواء معسكر لإعداد للنادي الأهلي هنا في النمسا أجواء أكثر من رائعة إن شاء الله مرضوط هيكون على اللعبين هذا الموسم ويحققوا المزيد من البطولات ممكن من السهل أنك تاخد فرصة في فريق الأول للنادي الأهلي وتتصاعد للفريق الأول لكن من الصعب أن نتلاقي اللعب اللي يكون جدير بالفرصة أو يتمسك بالفرصة علشان يثبت تكفأته وقدرته أن يكون واحد من العناصر المهمة بالنسبة للمدير الفني والنسبة للفريق للنادي الأهلي أحمد نبيل كوكا واحد من اللعيبة اللي أثبت تكفأته تمسك بالفرصة وكان جدير بالفرصة وأصبح واحد من العناصر المهمة بالنسبة للفريق للنادي الأهلي والفكر مستر كولر مع النادي الاهلي كوكا برحب بك على شاشة تقناة النادي الاهلي يا كوكا وكوكا تمسك بالفرصة وكان جدير بالفرصة اللي حصل عليها في النادي الاهلي وديه اندلب بتدل على السمات الشخصية ماذا تعني او ماذا تعني هذه الثقة من الجهاز الفني لكوكا وايضا بالنسبة لك على المستوى للشخص يا كوكا حبيبا فاروق في الأول بشكرك على كلامك الحلو ده الحمد لله في الأول في الأخر بتبقى توفي من ربنا فرصة في النادي الاهلي زي ما انتم قلت مش حاجة سهلة طالع مع لعبة كبيرة لعبة كلها منتخب مصر فالواحد بيحاول يعمل عليه بيحاول يشتغل بيحاول يكتهد لكن لازم تدي أكتر من الناس اللي موجودة دي عشان تكون موجود فالحمد لله من أول يوم ليا في الفريق الأول ده اللي أنا بحاول عامله والحمد لله درت عامله بشكل كويس يعني والحمد لله من أول يوم ليا في الفريق الأول ما نزلتش ناشئين تاني فالحمد لله ربنا يكرم الفترة اللي جاء والحاول نحافظ على الموضوع ده بإذن الله مستر راكولر في يعني كتير من الأواب بتكلم على عقلية اللعيب اللي بيرتدي قميص للنادي الاهلي وبصولها أكتر من النقاط الفنية وأشاد بعقلية كوكا وقال واحد من اللعيب اللي أنا شاف ليها مكسب للنادي الاهلي ومستقبل للنادي الاهلي أكيد بص أنت في النادي الاهلي حاجة من الحاجات اللي بتفرق شخصيتك وعقاليتك أنت عقلية كويسة شخصيتك هنكون كويسة فالحمد لله الواحد بيحاول يفكر بشكل كويس يحاول يعرف إمتى المكان اللي هو موجود فيه فأكيد العقلية مهمة جدا يلا تخليك تتمرني يلا تخليك تعافظ على نفسك يلا تخليك تنام كويس فالحمد لله الواحد بيحاول يعمل ده يعني إن شاء الله الفترة اللي جاية تكون أحسن بإذن الله كوكا من بداياته كان دايما بتميز بالنحة الدفاعية وبإيجادة النحة دفاعية لكن مستر كولر طور في الفترة الأخيرة بنشوف الواجبات اللجومية كوكا بياخد رجل المباراة في الدوري بيصنع أهداف أعتقد طور كتير جدا مستر كولر في كوكا أعتقد دي أمور مهمة جدا وتأثيرها أقولي تأثيرها عليك يا كوكا زي أكيد رقم 6 في الأول خالص كان موضوع بيبقى كان كله قوة كله حاجات دايما أنت اللي بتصد دايما هجمات المنافس فالموضوع آخر موسمين ده الحمد لله بدأ يتطور كتير كمان مع مستر كولر زي ما أنت ما قلت إحنا دايما بنلعب في 3.5 الملعب فدايما رقم 6 دايما هو شبه أكتر وحب يستلم كورة فدايما أكيد لازم يكون كورته كويسة جدا لازم يكون دايما سبورت للاتنين التمانية اللي معاه فآخر ماتش المقولين الحمد لله قدرت أعمل ده بشكل كويس قدرت أعمل أسياس تلديانج فالحمد لله دايما بنحاول ننفذ كل التعليمات اللي بتطلب مننا الحمد لله الموضوع ده بدأ يتطور بشكل كبير آخر موسمين يعني الحمد لله قبل بطولة المنتخب المصري للأوليمبي وعلى مدار الموسم الماضي كوكا كان بيجي له عروض آراء عارف أنه بيجي لك عروض كتير جدا لكن كوكا بتمسك بالنادي الأهلي ومستر كولر رفض تماما هذه العروض ومتمسك بوجود كوكا في النادي الأهلي أعتقد يا كوكا أمور بالنسبة لك مهمة جدا تمسك وسقط مدير الفن للنادي الأهلي أكيد زي ما أنت ما قلت الحمد لله كان فيه حاجات كتير جات على مدار الموسمين اللي فاتوا لكن نهاية كلها وجهة نظر فنها مستر كولر والنادي كانوا رفضين تماما أننا أطلع أكيد أنا كان بيبقى نفسي شارك نفسي أكون موجود عشان بطولة أفريقيا لكن في الأول في الأخر مصلحة النادي ده قرار أكيد ده حاجة برضو بتفسيرتني المدير الفني عايزنا أكون موجود وأعرف أن تأثيري يكون كويس في الفريق نفس كلام بالنسبة للنادي فأكيد دي برضو حاجة كويسة وحاجة تحط على حمل أن أنا لازم أعمل أشتغل على النفس أكتر ولازم أكون نسبة نفسي ولازم أكون موجود زي الناس اللي موجودة فدائما أنا تحت عمر النادي العروضة كلها ترفض ما فيش أي مشكلة بحاول أعمل عليها وفي الأخير مصلحة النادي أهم حاجة كوكا المنافسة في نص الملعب يعني نص ملعب للنادي أهلي أو خط الوسط في النادي الأهلي في عناصر كتير مميزة أنا عارف أن العلاقة بينكم كلكم يعني الهدف بيبقى المصلحة للفريق قول لي شايف المنافسة دي زي كوكا في نص الملعب أكيد زي ما أنت قلت وأنا قلت برضو نص ملعب كله لعبة كبيرة فيهم لعبة كبات منتخب مصر لعبة شباب عمل السن فيه مختلف في لعبة كبيرة ولعبة صغيرة فأكيد منافسة كبيرة جدا ومش في نص ملعب بس في كل مراكز على تلعيم كلهم لعبة بتلعب منتخب مصر وكلهم في يوم اتنين وثلاثة بيلعبوا فكلهم كل اللعب هنا مصرات قريبة جدا من بعض المنافسة كلها في الأول في الآخر بتكون لمصلحة النادي فأنا بالنسبة لي بحاول أعمل العلاية بحاول أحافظ على تمريني في الجيم وفي الملعب ونومي وأكلي وده اللي أنا بحاول أعمله في الأول في الآخر لما بيجي لفرصة بيكون موجوده وظهر بشكل كويس ده اللي أنا بحاول أحافظ عليه على منظر الموسمين اللي فاتوا وأظن أن الموسم ده أنا متأكد هيكون مختلف بالنسبة لكوكا كوكا مدربين كتير أسروا عليك وعلى مستواك وكان كل مدرب لي بصمة إيه أهم البصمات لمستر مارسل كولر مع كوكا في الفترة الأخيرة بصراحة الرجل أول ما جي كان دايما بيتكلم معاه بشكل كويس ده أوفة بالمناسبة أوفة بيبص بأحد مشجعين كوكا أوفة أوفة أخويا ودايما دايما صراحة معي وبظهري واحدة من أحسن لحظاتي أنا أوفة في نهاية أفريقيا أنا فضلنا على الباب من كتر الزحمة أنت عارف الماتش ده كان كومبليت في الإستاد لكن والله أنا دخلت في الديئة ستين ماتش مخصوصة عشان أكون حتى واقف وشاف أوفة فلا أوفة أجول كبير وعم ماتش كبير وهو يستهل كل خير كنت بنتكلم قبل ما أوفة يعطلنا بقى على البصمات مستر كولر وهو أتكلم معاك وأنا عرف أن كل مدارب المداربين اللي اتمرنت معاك سيب بصمة على كوكا مدى تأثير بصمة مستر كولر مع كوكا أنا بالصراحة عام حاجة بالنسبة لي إن دايما كل فترة بأدخل أتكلم معاه وأشوف أنا لو في حاجة نقصاني في حاجة أنا محتاجة أزودها وهو بصراحة الراجل صريح دايما معايا بصماته كويسة معايا دايما مركز على شخصيتي دايما لو في أي خطأ مني في التمرين بيوقف التمرين ويحاول يعدل لي كل حاجة وده في الأخير لمصلحتي وأنا متقبل دايما بصراحة مستر كولر دايما بخش تكلم معي ويقول لي كمل زي ما أنت ودايما بصراحة كلامه كله جاب لي وزي ما قلت لك الموسم اللي فات برضو رفض إن أنا أطلع خالص فأنا محترم دايما ومقدر دايما وبحاول عملني عليها يعني كوكا بالنسبة للمستر كولر واحد من اللعب الجوكر في أي مركز بيحتاج كوكا بأعتقد اللعب اللي بيلعب أكثر من مركز بسمة بتميز كوكا وبتدي مرونة تكتكية أكثر للمدير الفني أكيد دايما لعب الكورة لو بيلعب في مركزين تلاتة أكيد كلما أنت مركزك بتزيد في الملعب دايما حاجة مهمة بالنسبة لفريب والنسبة للمدير الفني لكن أنت بتحب مركز يا كوكا؟ أنا بحب مركز سيتة نص الملعب دا أكثر مركز بحبه وفي الأول دخلت الناس كلها في تقاريتني بكلفت ودي حاجة بصيتني وحاجة لا اللي هو كتت أول مرة شارك فيها أن أنا أدتهم اللي انت بوعا أن أنا مكاني بكلفت وهدي حاجة كتت كويسة بالنسبة لي عشان الحمد لله كنت كويسة أو في المركز وقدت الواجبات بالضبط والحمد لله لما رجعت المركزي دا اللي أنا كنت بقى مركز فيه وإن أنا لازم أبين إن دا فعلا مركزي والحمد لله قدرت أعمل دا في الفترة الأخيرة فأكيد كل لعب لو لي كذا مركز دي بتبع حاجة كويسة بالفرقة والمدير الفني ولي هو كمان بتزيد فرصة النوع يكون بيشارك وموجود دايما أنا عارف العلاقة اللي بينكم كلعب للنادي الأهلي لكن مين أقرب اللعيبة لكوكا وبص ووفا فين؟ مينو كل حتة ده. وفبرضو من قرب الناس لها عشان سنة قربة وكنا في الناشين مع بعض. فلا قرب من بعض جدا. كوكا خمس بطولات لموسم الماضي اكيد بيشعلكم مسئولية وحمل للموسم اللي جاي. حققتوا كل حاجة السنة اللي فاتت. فاكيد ده بيزود عليكم الضغوط خلال السنة القادمة. الحفاظ على البطولة ببقى امر صعب. هتستعدتوا ده ازاي يا كوكا? اكيد صعب حاجة اللي انت تحافظ على النجاح اللي انت عملته الموسم الاستثنائي اللي فاتت. فبنستعد ده ازاي من دلوقتي. عاملين معاقر خارجي باجواء مختلفة بحاجات مختلفة. ملايين مختلفة. كل حاجة مختلفة الموسم ده. فده اللي احنا بنحاول نعمله عشان نحافظ على الموسم الاستثنائي الصعب اللي احنا عملنا اللي فات. وده يكون اصعب الموسم ده ان انت تحافظ على الحاجات اللي انت عملتها الموسم اللي فاتت. فربنا يكرم ان شاء الله ونكون كلنا على قد المسئولية وربنا يكرمنا إن شاء الله خيراً يا كوكن طبعك عن المعسكر والأجواء هنا في أوروبا خاصة أنت خلاص بعد كم شهر عندك بطولة أولمبياد في باريس فأعتقد دي كان مهم جداً المعسكر للإعداد في بداية الموسم بالضبط الحمد لله بدءين الموسم بشكل كويس بأجواء كويسة الدنيا هنا كويسة بنتمرن على فترتين كل حاجة تمام جيم الأجواء هنا كويسة اللعبة ورابة من بعض بالليل بيبقى الأجواء مختلفة فبتبقى حاجات كويسة بصراحة المعسكر ده وكمان أوروبا فلا بتبقى حاجة كويسة جداً من حاول نستعد بيها وبقى كويسة بالنسبة لي برضو عشان باريس دي أقول سفرية لها في أوروبا وكنا بشكرك بتمنى لك التوفيق إن شاء الله يكون موسم موفق سواء ليك مع النادي الأهلي أو مع المتخب الأولمبي وبإذن الله تكون واحد من عاصر الموسم في متخب مصر كوك يا فروق شكراً وتوفيق الفضل الجاة إن شاء الله وربنا يكرم النادي الأهلي ونقدر نحفز على اللي احنا فيه بإذن الله شكراً حفاظ على البطولة أمر صعب جداً خمس بطولات حقاتهم الموسم الماضي بتطلب منك إن أنت تحافظ على خمس بطولات وأكثر إن شاء الله الموسم القادم إن شاء الله لعبت النادي الأهلي يكونوا جادرين بهذه الأمور ويمكن مردود لهذا المعسكر في الفترة القادمة بإذن الله من جديد تعود الكلمة للزملية في الستوديو ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وقولة فقراتنا الحوارية النهاردة في عشر الصبح في الأهلي والحقيقة اللي هيكون لنا فيها كلام كتير في الكورة خصوصاً إن عشاء السحرة المستديرة أكيد على موعد النهاردة مع قرعة بطولة كأس العالم للأندي عشرين تلاتة وعشرين واللي بيشارك فيها الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا الأهلي طبعاً الكبير وسط الكبار في العالم دايماً هيكون لنا كلام عن توقعات القرعة وعن استعدادات الأهلي طبعاً للموسم الجديد مع كابتن إسلام عادل نجم النادي الأهلي الصابق كابتن إسلام نوارنا صباح كل عليك حمد لله كل ذاتة والحمد لله حبيب طبعاً عندنا تفاصيل كتير بقى هندخل معاك فيها يعني متعلقة بالنادي الأهلي والمعسكر وانا انكاسات وتبقى من رؤيتك بس خلينا في البداية نتكلم عن اللي هيحصل النهاردة النهاردة إن شاء الله الأرعة الخاصة بالنسخة الجديدة من كاس العالم للأندي والأهلي عايشارك فيه للمرة الرابعة على التوالي أول ماتش يكون للنادي الأهلي إن شاء الله هكون يوم خمستاشر ديسمبر فتوقعاتك ايه وشايف ايه اصعب المواجهات انه ممكن ياخدها النادي الاهلي في النسخة دي من المنزل حقيقة شايف انه اصعب حاجة على النادي الاهلي انه مطلوب منه انه يعمل حاجة جديدة انه يعمل حاجة مختلفة زي ما اتكلمنا قبل كده ان برونزيت كاس العالم دي خلاص بقى امر معتاد بالنسبة لنادي الاهلي المشاركة امر بقى طبيعي جدا اربع مرات على التوالي احنا مع اوكلان سيتي اعتقد اكتر نديم في العالم شاركنا في البطولة دي خلاص الناس بقى او جمهور النادي الاهلي بالاخاص دايما عنده طمع مشروع جدا انك تعمل حاجة مختلفة انك توصل فاينل اكيد وهذا الهدف بغض النظر بقى عن المنافسين وكوة المنافسين انت بيت مصنف بشكل مختلف تماما عايز تعمل حاجة جديدة دايما عندك طموح ودوافع مختلفة تماما عايز بقى تجدد الكصة دي وعايز انك توصل لنهاء البطولة كل حاجة بقت وردة في كورة القدم كلام دا احنا قلنا كتير يعني الكلام دا لو حدركت فتكر البطولة اللي فاتت كانت الناس مباراة الاهلة امام ريال مدريد كان فيه توقعات يعني كانت الناس بتقول هو النادي الاهلة ممكن يعمل نتيجة ايجابية وعملنا جيم جيد جدا يعني عملنا جيم كبير يمكن فيه وقت بس ما كناش مركزين فيه في وقت معين كده كوالتي برضو فرق الكوالتي كان كبير جدا لكن في النهاية انت لما تلعب امام ريال مدريد والناس تبتدي تتساءل النتيجة ممكن تبقى عاملة ازاي وتلاقي الناس بتقول النادي الاهلة ممكن اكسب دا يديك انتباع عن النادي الاهلة خلاص انت حط في حتة تانية معنا ندري الموضوع مش محسوم للفريق المنافس وده ريال مدريد يعني فبالتالي هتلعب من انت في الاول هتلعب من اقوى ريال مدريد اصلا في القصة دي فبالتالي انت مهم جدا ان انت تحاول تعمل حاجة ما تعملش قبل كده ودائما هو ده هدف النادي الاهلة هدف متجددة ومختلفة فده قدرك ده قدرك زيما كانوا دايما بيقولولنا احنا في النشئين النادي ده قدرك انك في النادي الاهلة بقى مفتلوب منك انت ممكن تتغلق وانت محتاج مني ان اخد كاسة عاملة دي اه محتاج اخد كاسة عاملة المشكلة عينها خلاص ان شاء الله نقدر نوصله ان شاء الله السنادي يا رب نعمل حاجة مختلفة يا رب ان شاء الله يا كابتون طيب احنا عندنا الحقيقة كل نسخة بتختلف عن النسخة اللي قبلها ولكن دايما بيبقى فيها فرق صعبة خلينا نتكلم عن الافتتاحية بتاعت النادي الاهلة يكون يوم 15 ديسمبر ان شاء الله المقبل يعني شايف ايه اصعب مواجهات البطولة بشكل عام لا ما انا زي بصي الكسة مش كسة مباراة كل مباراة ولها ظروفة يعني انا ما بحسبش حزبة مين اصعب من مين يعني احنا زمان مسا كنا بنلعب مع تحاد جادة البطولة ده اول ما تعاملت يعني زمان جدا ايا محمد نور لما كان بلعب في تحاد جدا مكان كابتن الفريق فتلاقي نفسك بتلعب مثلا مع بطل اسيا بتحاد جدا بفريق قوي جدا وفريق مختلف جدا السنة دي كل الفرق المشاركة عندها تدعمات قوية جدا وعندها تدعمات كبيرة جدا وكان دايما بيتقال ان الفريق اللي هيكسب البطولة الفريق اللي بيجي من اوروبا يعني خلاص البطولة ومحجوزة بيسمه النهاردة الوضع اختلف تماما بص النهاردة في الدور السعودي الكرة الساوية اصلا بيتعامنا ازاي ونجوم الكبار اللي دخل الكرة السعودية واللي عايزين يكسبوا كاس العالم للاندية فهتلاقي الامور مختلفة تماما فالمواجهة هي صعبة كل المواجهات صعبة من اول ما تدخلي لحد ما ان شاء الله ربنا يا كريمنا نوصل للفاينال كل المواجهات هتبقى صعبة بشكل كبير جدا احنا نبقى مستعدين انا دايما براهن على قوت النادي الاهل النادي الاهل التول ما هو في احسن حالة ما بقى لقاش من المنافسين خالص ما بحسش ان حاجة صعبة لكنا انا يهمني حالة النادي الاهل هتنادي الاهل كويسة ننظر ان شاء الله نعمل اكتر شايف نبقى نقدي بشكل مختلف عن النسخ المضايخ خاصة بقى ان كولر مستلم الفرقة من اولها شايف اكيد طبعا الاستعدادات اللي بتحصل في المعسكر شكل الفرقة هيختلف بعد انضمام صفقات جديدة عودة عدد من المعارين اكيد هيبقى شكل مختلف في النسخة دي من الاهل يعني من شبه محافظ على قوامه اللعبة كلها موجودة اللعبة اللي كذبت البطولات او حقاية العلامة كاملة السنة اللي فاتت كلهم موجودين الحمد لله ما عندناش ما عندناش اصابات اعتقد يعني ان ويعني في اكتمال الصفوف التجنس اللي موجود مع اللعبة كولر كمان مميز يعني برضو من الحاجات الجيدة جدا ان الراجل بيدافع بشكل كويس جدا وده ظهر في مباراة الفاينل الافريكي لما رحنا ندعب مع الوداد هناك وبتلعب طبعا في ارضهم وص جمهورهم ودرت انك تحافظ فترة كبيرة جدا على شبكك يدخل يعني مرماك هدف اوال حاجة لكن في النهاية البطولة كلها سواء بطولة افريكا وبطولة محلية عندنا سماء مختلفة عندكولر ما شو الله مميزة من النادي اهلي ما كانش يعني زمان عشان احنا بنهاجم وعشان احنا فرقة هجومية وعشان احنا دايما لنا الافضلية في اي مباراة ففكرة انك تحافظي على مرماك كانش مهمة جدا بالنسبة لنا انت عندك الافضلية كده كده بتهاجم كده كده بتكسب يعني لكن في اوقات خارطة الكولرات غيرت شوية اوقات بتلعب مع فرق مستوها قريب جدا من مستوك او عندهم تدعمات ممكن تبقى اكبر من التدعمات اللي عندك زي ما حصل مع سنداونز مثلا وزي ما انت ممكن تواجه خاصة في كاس العالم اللي عندها ففكرة انك يبقى عندك سمة دفعية بشكل كويس اعتقد دي السمة جديدة اللي اكسبها كولر للنادي الاهلي وبينها بندافع وبينعمل كلين شيتس كتير جدا معاه فاعتقد عنده ملامح جيدة ومختلفة لأضافها للنادي الاهلي النادي الاهلي يعني اخر كم سنة من مكان الشعاد ورفاهية انه يشارك في معسكر من المعسكرات اصلا طبعا تلحة والبرايات وتوطر البطولات الاخير ربنا كرمنا مؤخرا دي الصورة الحلوة اللي كلنا شايفينها وانت اكيد كنت بتتابع طبعا من خلال قناة النادي الاهلي تغطيتنا المستمرة لتعاليات والأحداث اللي بتحصل هناك في المعسكر في النمسا وانت بتتابع ايه اكتر الأمور اللي بسطتك يعني حاسة اه يعني لا ان شاء الله المعسكر ده هيبقاله يعني انعكاسات طيبة على النادي الاهلي مع انطلاق بقى الموسم الجديد في الدولي مع مشاركته طبعا وكل استحقاقاته الافرقية المعسكر ده هينتج عنه ايه في رأيك الحقيقة اول مرة شوف وشوش لعبة من الدهل وجهازهم مرتاحة شوي او ما شوهم بيتحاكوا يعني طول الوقت كانت الضغطيات اللي بنشوفها في السلاسة دايما طول الوقت القلقانين عندنا مباراة مهمة عندنا بطولة مهمة تلاحهم مباراة بشكل كبير جدا اصابات احداث بقى الكورة كتير جدا اللي وراء بعضها دي فكان دايما قدامك تحديات بتحاول تحلها وتلاحهم المواسم مثلنا الفاتت يعني في وقت من اللاعب 62 مباراة في وقت أولاية جدا يعني يعني حتى لما تتكلم مع الناس المسؤولين لجنة المسابقات على تأجيل المباراة والنادي النادي قال عنده قوات 19 مباراة متأخرة في الدوري ومطالب انك تلعبهم طول الوقت لدرجة النادي قال يا سال هل تتعتذر عن المشركة في طولة الربطة فانت عندك طبعا البطولات صعبة جدا ومباراة صعبة جدا فكان طول الوقت تبص على ملامح الناس تلاقي الناس يعني مشدودة طول الوقت أول مرة حيث الناس ريلاكسة شوية يعني انفاصلين شوية معسكر تدريبي مهم جدا 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 لو في إمكانان تعمل المباراة والدية أكيد برضو مهم اللعبة اللي راجع من العراءات اللعبة نشئين المتصعادين تجانس بقى مهم جدا انك تفصل بالضبط يعني كل اللعبة تقرب من بعض وتتجانس بشكل أسرع وبشكل مختلف وفكرة انك تفصل بقى في حاتة بعيدة كمان مختلفة اختيار انهم سأعتقد اختيار جيد جدا يعني وشايف كمان أجواء المعسكر واضح ان المكان مهيئة جدا انه تعمل المعسكر بشكل كويس الناد أهل بيعرف يكسب دايما من الزروف يعني بيعرف أنا متأكد انك تخلت بيبو طبعا من دير الكورة طبعا والجهاز بالكامل اكيد هيطلعوا بشكل جيد جدا من المعسكر ده يرجعوا ان شاء الله بقى على معارك يعني في كورة في الغدم يعني او طيب كابتن اسلام بذكر المعارك بقى احنا يمكن القرعة زي ما انت تبعت السوبر ليج اصفرت عن مواجهة سيمبل تنزاني خلينا نتكلم اكتر عن البطولة دي دايما نادي القهي بيبقى يعني حاطت قدامه وهدف ان هو يكون البطل الاول من كل نسخة جديدة من اي بطولة شايف ازاي مواجهة سيمبل تنزاني يمكن كنا برضو بنتكلم مبارح على فكرة انه لو سانداونز وصل لنصف النهائي واحنا كمان معاه ان شاء الله يعني برضو هتبقى مواجهة قوية جدا ولكن اكيد هتختلف كولر هيبقى ليه وجهة نظر مختلفة تماما عن المواجهة الماضية امام سانداونز الحقيقة ما كانش موفق فيها اكيد هتلاشى كل الاخطاء اللي حصلت في المباراة المضايخ انا الاول نبدأ معك بسيمبل تنزاني وبعا كانتكلم لو التقينا مع سانداونز يعني سيمبل فريم من الفرق الجاي ده جدا ومشروعهم بدأ من حوالي 5-6 سنين ابتدوا بيقلدوا نادي الاهلي بشكل كبير جدا حاطين نادي الاهلي كمثال مش عارف الناس عارف دائما بسين اعتقد اللي كان فيه وفد من سنبا من 4-5 سنين ظهر النادي الاهلي فاكر انا الكصة دائما لما حد بيحط حد نموذج قدامه بيبتد يشتغل ووضح الناس مركزة ووضح الناس عايزين يعملوا حاجة مختلفة سنبا تنزاني دلوقتي غير سنبا من 5 سنين تماما عملوا صفقات جيدة جدا على مدار الـ 4-5 سنين مش السنادي بالخاص اسمهم بقى من الاسماء المرشحة فأي مجموعة هو يبقى شارك فيها في الدورة بطول أفريقيا أو كون فدرالية أي بطولة بيشارك فيها اسمه بقى مرشح بشكل كبير جدا انه يقدر يعمل حاجة جيدة فلو حد هيتخيل ان المباراة تبقى سهلة لا الموضوع مش سهل خالص كده كده مباراة النادي الاهل الأفريقية هيبقى صعب جدا انك تكسب المباراة بسهولة أو ان الأمور تمشي زي ما كان تمشي قبل كده الكورة في أفريقيا انا قلت قبل كده اتطورت بشكل مختلف تماما وبشكل مرعب تماما تماما خلاص الامور التكنولوجية اصبحت يعني موجودة بشكل كبير جدا الفقر اللي كان موجود عند الدول كتير جدا في أفريقيا لا اختلف تماما كتير جدا في أفريقيا لعبة احترفت الإدارات كمان احترفت النهاردة سنبا تنزاني عندهم إدارة جيدة جدا يعني عندهم إدارة عايزة تعمل حاجة مختلفة للنادي واعتقد ان هما يعني والله كلام ده نقولت من سنتين كمان فاتوا انه سنبا في الخمس ست سنين الجايين هتلاقي اسمه من الأسام الكبيرة فأكيد هي تبقى مباراة صعبة جدا جدا على النادي الأهلي وطبعا بالطبع صعبة على سنبا سنزاني لكن في النهاية النادي الأهلي دائما بيراهن دائما على كبرياء وعلى تاريخه ودائما طول الوقت اللعبة اللي بتشارك بكميس النادي الأهلي عرفة مسئولية تيشرت النادي الأهلي عرفة انك مهما بتلعب كنت لسا بقولك لو أنا بلعب أمام ريال مدريد هبقى مرشح ان أنا أكسب وهي بقى مطالب ان أنا أكسب فما بلك ان أنا ألعب مع أي حد في أفريقيا إن كان الاسم مين لكن بالطبع أكيد بطولة صعبة مختلفة الفريق التاني طول الوقت أي حد بيسمع اسم النادي الأهلي بيعمل حساب وقت في بيتهم يعني ده أمر مفروغ منه عبارة روح الفانيلا الحامرة يعني شفناها وشفنا لها انعكاسات كتير وكانت يعني قوة ضاربة في كتير جدا من المواقف الصعبة طب ما أي فريق في الدنيا بيبقى لابس تيشرت النادي دواب ينتمي دي وبطبيعة الحال عنده نفس الروح وعنده نفس الدوافع ونفس الحافز لكن إيه سر الفانيلا الحامرة وإيه سر يعني روح الفانيلا الحامرة اللي دايما بتكون حاضرة وساعات كمان بتنقذنا في مواقف مش سهلة يعني من أول مكورة بدأت لحد النهاردة كل فترة بي فيه وعض المصالحات وبتتغير وبتتلغي المقول الوحيد اللي ما تغيرتش يا سر روح الفانيلا الحامرة دي ما تغيرتش ده حاجة الحاجة الثانية الفرق بقى ما بين النادي الأهلي وأي نادي في مصر وأي نادي في أفريقيا إنه كل ما الوقت بيعد في المباراة الفرق التانية بتحس إن هي بيبقى فيها مدين بتحس إن الفرق يعني بيفقدوا الأمل نادي الأهلي كل ما تقرب من ديات 90 وتلاقي الروح علي تلاقي الادرانالين عليه تلاقي الرغبة كمان زالت احنا بتوع إحنا ملوك التسعين زي ما بتقل علينا يعني فده الفرق ما بين نادي الأهلي ومبين أحد تاني إنه الروح بقى لما تيجي في الديات 90 وانت خلاص بقى البنزين خلص والأمور بقت صعبة والفرق اللي قدامك راسين بس قدام الثمانتاشر يعني تسجيل هدف مستحيل الموضوع بقى صعب جدا يعني كل الأمور ما بتبقاش معاك كل أمور بتبقى ضدك لكن في رغبة مختلفة عند النادي الأهلي طول الوقت وأنا لو مروان عطي مثلا أحدث واحد نضم السنة اللي فاتت لسه داخل سكواد النادي الأهلي وبيلعب هو حاسس وعارف إن ديات 90 ممكن مروان نفسه هو بلعب ديفيندر يقدر يجيب جول لنادي أهلي لحمد عمينعم أي حد من المدافعين داشتناه ممكن يجيب جول لحضر عملها فبالتالي أنا بتكلم جد وحضر عملها بل كده في سنة 2001 واحد مع كازر شيفز في مورة سوبر الأفريكي يعني فزي ما بقولك الأدرنالين بيعلى عند لعبة النادي الأهلي في الأول ما تيجي تقرب من ديات 90 وده السمة الوحيدة المختلفة عن نادي الأهلي وأي فريق تينادي الأهلي بيلعبه خلينا نروح معيك بقى الأقرب مواجهة بالنسبة لنا يعني يمكن مواجهة اتحاد العاصمة يمكن هتقوم في السعودية شايفين حجد كبير جدا الجماهير كمان هيفرق ازاي مع فريق النادي الأهلي في هذه المواجهة ده مباراة صعبة جدا جدا يعني بص دايما المباراة أول ما ترجع من المعسكر وتبتلي أول ثلاثة أربع مباراة بيبقوا صعبين جدا لأنه الفريق بيقعد فترة طويلة ما لعبش مباراة رسمية فطبع برضو المباراة الرسمية مهما لعبت يعني مهما لعبت لما تتبعد فترة حتى كمان فيه وقت لعيبها مستورة ما تريحش يعني مثلا لو اتفرج على محمد صلاح مثلا في أوروبا أو مثلا أي حد من لعبت النادي الأهلي اللي كانوا بيشاركوا بشكل كبير جدا يجي المدري بيحاول يريحوا عشان بيلعب عدد مباراة كبير يقول لك لا أنا مش عايز أبعد مهما لعبت مهما حصل عندي إجهاد أنا محتاج ألعب ده علشان تحافظ على حساسية المباراة الرسمية وده مهم جدا فبالتالي لما تفصل فترة طويلة وأول مرة النادي الأهلي الحقيقة يفصل فالرجوع شوية يعني أنا بالنسبة لي مقلق شوية أول ثلاثة أربعة مباراة لحد ما الناس يدخل في الأجواء ولحد ما الانسجام يرجع تاني ومش عاربها شكل تشكيلها بعمل إزاي هل الكولر هيغير حاجة في خطة اللعبة هل هيضيف لعبها جدير هل هزهر له في المعسكر لعبة من النشئين ولعب الرجع من الإعارات مثلا حد ممكن يشارك على التشكيل فهتلاقي في حاجة مختلفة فهتلاقي دايما المباراة والأولها تقافيها صعوبة شوية تحدي العاصمة وبصي في الأشمال أفريقيا كلها دايما مواجهتنا معهم بتبقى صعبة جدا يعني على مدار التاريخ مواجهتنا بتبقى صعبة جدا برضو الصبغة العربية دي برضو الناس بيبقى عندها يعني حماس وتحدي كمان مختلف فأعتقد أن المباراة مش هتبقى سهلة وزي ما أقولك أول 7-8 مباراة للنادي الأهلي في مختلف البطولات هتبقى لها طبع مختلف شوية أتمنى لعبتي نادي الأهلي وأنا متأكد أنهم ان شاء الله على قدر المسئولية ومن بدري بقى بدري تدي انظار كده للمنافسين أنه أنا نادي الأهلي زي ما أنا بدأ السيزون بشكل مختلف دايما لما تجي تشارك في بطولات مهم جدا أن المسيج الأولى دي أنه تدي انطباعي الأول مهم جدا أنك توري للناس لا أنا السنة دي مختلف مثلا نهاردة في الدولة الجديدة تشيلسي مثلا واضح أنه في البداية يتقالي علي أنه البداية وحشة يعني واضح أنه بنت دي جرس انظار بس سالبي أنت متخيل أنه لا أنا وحش لسنة دي الجرس انظار ليهم هما لإدارته فدائما الانطباعات الأولى دي مهم جدا أنك أول ثلاثة أربعة مباريات تؤدي بشكل كويس تكسب بشكل كويس دا يدي انطباع للناس أن أنت مستنادم زي عدتك وزي طبعتك مركز أنك تكسب إن شاء الله يا رب كل البطولات التي تشارك فيها وبرضو عايز أسأل على سر الخصوصية الشديدة لما بلاعب كمنتخب كان منتخب مصر بلاعب أي منتخب من شمال أفريقيا أو حتى على صعيد الفريق النادي الأهلي بلاعب أي فريق من شمال أفريقيا تونس المغرب الجزائر ليه دايما بيبقى فيه خصوصية شديدة جدا وحسابات مختلفة في ماتشاطنا مع أي فرق من شمال أفريقيا درب درب العرب دائما على صعيد المتخبات أولندية كل واحد أنه يبقى أحسن واحد أنه يبقى في المكانة الأولى أنه يبقى بس طول الوقت فبالتالي عندنا السراعة مقبول جدا ومشروع جدا وإن كانت بعض رحيم بياخد شكل فيه شيء من العنف يعني الحمية بيزيد شوية ده طبيعي في الكورة عموما لحاجات مقبولة جدا لأنها بتحصل يعني كورة من غير تحدي ومن غير عنف ومن غير قوة ومن غير صلاوة مش يبقى لها طعم كلام جيد جدا ورائع جدا لكن في نهاية عمره ما جمهور الأهل هيحب زمالك ولجمهور زمالك يحب الأهل مش هتحصل لأن هي دي منافسة مقبولة جدا ومشروعة عائز بقى على كده كل المنافسين اللي بيلعبوا معاك في القارة بقى الأفريقية وكمان في ناحية العربية أي حد بقى يلعب معاك وعايز ياخد مكانك طمعا فيك طول الوقت ولي النادي الأهل ساعات بتحس أن الموضوع طول الوقت أن أنا عندي هدف وطارجت مختلف وطول الوقت النادي الأهل برغم اختلاف التحديات وصعوبات هو برضو محافظ على القصة دي فمشو للوقت الناس كلها تبقى سوية مشو للوقت الناس كلها تحبك فيه وقت من الوقت هتبقى البصة فيها مش عايز أقول حق لفظ مش محسوب يعني لكن غل مقبول يعني طبيعي منافسة أن هو يكون عايز بمكان دي الأهل رقم واحد ده ده طبيعي بالزبط خلينا نتكلم عن انضمام الشباب دايما بنشوف ان هو بيعتمد على الشباب بشكل كبير جدا مؤخرا نضم معاه في المعسكر طبعا زعلوك وفخري ويمكن كان منضم إليهم بقاله فترة طبعا كوكا عايز أتكلم معاك أكتر على فكرة واعتماده على الشباب هنا مش بس في يعني يمكن الوديات أو المنشاط اللي ممكن نقول عليها مش مهمة بأهمية كبيرة ولكن الحقيقة ان هو بيعتمد عليهم بشكل كبير حتى في المباراة الكبيرة السياسة مهمة جدا عند النادي الأهلي ودايما اي حد بيعمل بلان واضح ان النادي أهلي طول الوقت اي مدرب بييجي النادي أهلي بيعمل مع خطة يعني مدتها ثلاث سنين ولا أربع سنين طبيعي دايما ان كنت بتعمل قاعد مع المدرب في بداية السيزون طبيعي انت بتعمل تشكيل الفريق بتحط مثلا في الباكرايت واحد أساسي عنده خبرات بتحط واحد احتياطي اللي هو ممكن يشارك في أي وقت من الوقت لو حصل أي الزرف التالي دا لازم بقى ناشئ دا طبيعي عشان دا مستقبل النادي هي البيلان كده فقيسي بقى على دا كل المراكز ان كل المراكز لازم عندك عشر لعيبة اللي هما اللعيب التالي دا لازم يكون من ولاد النادي لازم يكون من الولاد الوعداء طول الوقت بيكسب سمايات بيكسب حاجات كتيرة جدا موجودة في المعسكرات موجودة في المباراة لما يجي دوره لازم أجهز بشكل كويس فيتحضر ما تجيبوش مدار للنار تقول له تعالى كوكا اطلع النهاردة من فريق العشرين سنة احنا عمدنا مباراة في السوبر افريكا روح علعب هيعملها لان النادي اللي هلا أكيد في النشقين ترابوا على الكصة دي هيعملها لكن مش هعملها زي مهم مهيئ ان هو محطوط رقم 3 في المركز بتاعه انه انت دوره جاي انت خلاص سعرف ان رقم 3 قدام النهاردة مثلا علي معلول بيلعب بعده مثلا كان ايمن اشرف قبل ما يمشي مفروض ان حد بقى من نشقين مغربي مثلا قبل ما يمشي ولا حد كان يبقى محطوط مثلا في المكان التردكوكا نفس الكصة في اثنين تلاتة بيلعبوا في نص الملعب انا عارف ان انا دوري جاي فاخري نفس الكص انا عارف ان انا دوري جاي ففكرة ان اجتهياء اللعيبة النشقين او اللعيبة للشباب ان هما يلعبوا دي فكرة مهمة جدا كمان الحاجة الوحيدة اللي سعيد بها جدا واللي ظهر على مدار سنتين ثلاثة اللي فاتوا الاخيرها تصرحات بقى اللعبة دي يعني لما بتجي تتكلم ان كنت شاهف كلسا بتتكلم مع كوكا واضح فعليه تركيز يعني انا مرة في النشقين قابلت كابتن حسام حسن وكابتن مراهيم حسن فحد من المدربين اعطوها كان كابتن بادر اجابوا حاجة بيعرفوا علاقه فقال له ده باين يعنيه مركزة فانا ما كنتش فاهم يعني ايه يعنيه مركزة كنت لسه صغير يعني فلما بقى لعبته في المستويات المختلفة بيتفاهم انه لما شفت عدد كبير جدا من اللعيبة بيتعرف مين اللعنيه مركزة لعبة النادي الهلي فعلا يعنيها مركزة فيه تركيز كبير جدا عند لعبة النادي الاهلي العقلية هي لتصريحات الاتزان الاهداف تحس كده أنا بتتكلمي يعني نادي الاهلي مثلا خمسين ما شاء الله خمسين رمز في فريق اللعبة كلهم ينفعوا بوكبات النادي الاهلي ينفعوا بوكبات لما يطلع برا بوكبات الاندي فواضح انه حتى في السن الصغيرة دي التركيز والتارجت محطوط بشكل بشكل كويس مدركين جدا كمية النادي الاهلي سمع كوكو هو بتكلم عمال الكلم على اهدافه في الاخر قالك اكيد مصلحة النادي الاهلي اهم من اي حاجة فبالتالي الكلام ده مش مجرد كلام بيتقال علشان انت في انترفيو ده نابع من جوا يعني على ذكر الكلام اللي بيتقال من ضمن الكلام اللي تقال اكتر من مرة في الفترة الاخيرة يعني على لسان كتير من محبي وعشاق النادي الاهلي اللي رضيين كل الرضا عن السفقات الجديدة اللي دعم من خلالها النادي الاهلي صفوفه وعودة المعارين وتصعيد الناشئين كل دي حاجات كل يعني اثنى عليها وفيه اجماع على الرضا تجاهها لكن الحاجة اللي بتتقال بقالها فترة وبتتقال باسرار وبدأب من كتير جدا من الاهلوية احنا محتاجين مهاجم صريح شويت هداف مين هي الفكرة بس ايه اوقات برضو لما تبقى عندك الامور حلوة بالزيادة تبتدي انت بقى تتدلع يعني بتكلم بجد احسن انت بتتدلع يعني النهاردة لما تبقى السنة اللي فاتت واخد كل البطولات اللي انت شاركت فيها تيجي تقول لأنا محتاج لا انا شايف انه نادي الاهلي اوقات بيحاول يرجع الكسة اللي اصلها وده مش طبيعي يعني زمان جدا من 15 سنة ما كانش اي ما كانش كمية الصفقات الكبيرة اللي بتتعمل دي كنادي بيعتمد على السكواد اللي عنده وبيعتمد على اللعبة للشباب او الناشئين اللي طالعين بالنقص اللي هم يحتاجوا بياخدوا من خلال اللعبة دي فانا شايف ان السكواد الاهلي متكمل بشكل كبير جدا جايد بشكل كبير جدا فكرة ان احنا ننصاق ونبقى شابه الاندية التانية ونعمل صفقات لمجرد الصفقات اكيد ده مش هحصل في النادي الاهلي انا شايف انه مدير الفني هو على وفاق مع مجلس الادارة ويشغله بشكل كويس وانا عف رأي الشخص النادي الاهلي مش محتاج اي حد يضيف لنادي الاهلي يمكن مغير مهاجم حق اخو ماس لا مش مغير مهاجم ان عندنا مهاجمين كان عندنا حمال شريف سنة اللي فاتت كان عندنا كهرابا كمان كان بيشارك بشكل كويس اي حد بيلعب مع مدير الاهلي بزبط وبعدين الفكرة كمان بتاعت كلير انه بيلعب زي جوردول لمكان مع برشلونة فكرة انه فيه مهاجم وهمي ما خلاص خد بالك فكرة انه مهاجم المحطة دي بقى خلاص بيلعب على ثلاث مدافعين او اتنين مدافعين بركزين معاه هيبقى امكانية انه هو يبقى منتج هتبقى صعب شوية انه بيلعب بيضاهره طول الوقت هو حابب ان الناس بقى جايب وشها بدل ما يبقوا ثلاثة ولا اربعة يبقوا خمسة ويبقوا ستة ايه المانع فبالتالي اعتقد دي بتعمل صعوبة للمدافعين يعني عملت انتروفو او سألت اي حد من المدافعين وطوله المهاجم لما جالك بوشه بوشه ولا ما يبقى قاعد في ظهره اقول لك بقاعد في ظهره المهاجم المحطة فكذا انه يبقى جايب كتير من نص الملعب انه بقى فيه مهاجم واهمي لكن في النهاية لو فيه كواليتي مهاجم زي مثلا عبدالرازي الحمدالله مثلا في النصر السعودي لو زي مثلا طبعا منظمة طبعا نكيد مثل كبير جدا لو فيه حد بالشكل ده لو حد موجود انا مش شايف حد في افريقيا او في مصر في المتناول تقدار يضيف للنادي الاهلي يعني مين اللي هيعمل مين اللي هيعمل الكلام ده اعتقد الامور دي بتبقى صعبة شوية وفيه وقت بيبقى فيه تحديات في السوق ومطالبات مالية فيها مغالاة بشكل كبير جدا مش الصح انك تتحدى وانك تعمل حاجات مش منطقية وانت أصلا مش محتاج الصح ان انت بالسكواد بتاعك بالشكل بتاعك انت بقى تثبت وترسي قيم ومبادئ مختلفة ان الحقيقة انا مش هنجارف وراء القصة اللي مش هدي لان النادي الاهل هو اللي بحط القواعد هو اللي بحط المبادئ وناس بتتعلم منه مش هيجي بقى احنا في وقت من الوقت علشان نرضي اي حد في الدنيا حتى لو جمهور النادي الاهل هو بيدلع ان احنا نتخلى عن بعض المبادئ علشان حاجات تانية ممكن تؤثر علينا سلبا بعدين ما اوقات كتيرة جدا اندية كان عندها صفاقات كتيرة جدا ومعملوش حاجة وكان عندها وقلعيب في كل مكازو اثنين وثلاثة جمدين جدا ومعملوش حاجة ووقات بالسكواد القليل وهدي مثال بالنادي الزمالك مثلا لما توقف القيد عنده سنتين في وقت من الوقت ان الزمالك كسب الدور ومكسبش الدور من فترات طويلة جدا افعل على نفسه ويعرف يشتغل ويعرف الراكز استغل بقى غياب النادي الاهلي وانشغاله كسر على الماندية وكسر دور أبطال أفريقيا وويدر ان هو بالسكواد القليل وانه عنده وقف في قيد انه يفوز بالدور فبالتالي هو مش دايما طول الوقت انت مطالب انك تعمل صفقات لمجرد الصفقات انت الانسب لك ايه انت محتاج ايه احتياجاتك عملت ازاي اهدافك عملت ازاي طموحك عملت ازاي انت ادواتك ايه لو انا بقى ادواتي تناسب طموحاتي واهدافي مفيش داع بقى ان احنا نعمل ترانسفير ماركت للمجرد ان احنا عايزين يبقى اسمينا بنعمل تدعم مفيش حاجة اسمها كده يعني في رأي الشخص طيب خلينا نروح معاك يا كابتن اسلام للدوري يمكن الدوري موسم عن موسم بنشوف مفاجآت بنشوف فرق بتصعد بشكل كبير يعني بيقدوا بشكل كبير كمان في الملعب شفنا الدوري اللي فات اكيد النادي الاهلي كان متصدر المشهد وكمتصدر الجدو بداية بقى مع قولور خاصة ان هو هيعمل سكواد خاص به بادئ من بداية الموسم بداية قوية عد لها كويس جدا مع عودة المعارين مع الصفقات الجديدة مع ناشئين زي ما لسه كنا بنتكلم يعني شايف ازاي البداية ممكن الاهلي مين يكون ليه منافس في أرض الملعب خلال موسم الدوري الجديد ده يعني هي البطولة في رأي الأسهل بالنسبة للنازل الاهلي هي بطولة الدوري بطولة المفضلة لكن حتى برغم كده لما هي مفضلة وعندك عدد كبير جدا من البطولات لما تفقد البطولة سنة ولا سنتين بتلاقي الجمهور بيانها شويك عاربا فبالتالي الناس بتفكرك اللي أخذ بالك انت المطالبة تكسبها برضو مفضلة أكتر واحد في العالم بتكسب الدوري بس برضو هتاخده برضو فبالتالي أكيد هي لها أهمية مختلفة عند جمهور الناد لعشان بتعمل فيها عدد مباريات كبيرة جدا فانت مش هتقدر تخفل تخفل الكسة دي لكن في النهاية الناد لها دايما البطل اللي أعرف أنت أول ما تحط الجدول بالنسبة 60-70% انت خلاص خط الدوري ده بجد ده هي دي روح الناد الأهلي هو ده انطبعا الناد الأهلي أول ما تحط الجدول بتبع عرف أنك يعني أنت بس ترتيب المباريات الجدول بالنسبة لي يعني لي ترتيب المباريات لأكتر ولا أقل بنسبة يعني أنه كولر خلاص بقى معنا بقاله فترة جيدة درس المنافسين بشكل كويس فكرة أنك بقى عندك منافسين كل سنة ولا اتنين هيظهر لك حد مختلف أكيد الزمالك مهما حصل من عنده من مشاكل هو منافس تاكوليد أكيد بالناد الأهلي وطعم مباراة الأهلي والزمالك حتى لو الزمالك في المناكز العشر أكيد لها طعم مختلف تماما لكن أكيد سعيد بتجربة فيراميز تسعيد بتجربة فيوتشار فيوتشار السنة يعني السنة أو باعي يعني عدد كبير جدا من اللعبة اسم النادي كمان اتغير الإدارة كمان اتغيرت يعني حساسي أنه مش هيبة بنفسه قوة اللي سنة اللي فاتت لكن بيراميز موجود المصر بيحاول يعمل تعدعمات سراميكا والبنك أتمنى أنهما يظهروا بشكل أحسن من كده عشان عندهم قدرة مليئة مفروض تواصلهم لحتى مختلفة لكن يبقى النادي الأهلي بلا منافس يعني كلنا نتكلم من شوية عن المعسكر في النمسا فحنا معنا من النمسا عبر الهاتف زي بنا العزيز فاروق صلاح اللي هيعرفنا بقى آخر المستجدات وآخر الأخبار يا فاروق صباح الفل عليك اتفضل برحب بيك يا كريم برحب بك يا كريم برحب بكثمنا كابتن إسلام عادل برحب بقول للمشاهدينا مشاهدة تبقى الشاشة فلات النادي الأهلي في كل مكان طب مننا بقى فاروق النهاردة يمكن النهاردة هيكون فيه ودية يعني عايزين نعرف آخر الاستعدادات لهذه الودية ان شاء الله يعني خلينا أقول لك يا كريم بالأمس طبعا كان الاتراي ماتش بالنسبة للمسطر كولر مع اللعبين بعد مغادرة يعني عشر لعبين لمعسكر النادي الأهلي بيرس تاو وربع المتخب المصري الأول وثلاثة المتخب الأولمبي وأيضا آليو دياجي وعلي معلول بالتراي ماتش مبارح مستر كولر خلاص بتعامل مع الأمر الواقع مع الظروف المتاحة حاليا بعض النادي طبعا بيجابة بعض المراكز لكن خليني أطمنك يعني بالأمس في التراي ماتش يعني نقول مشاركة جيدة جدا أو يعني من مستر كولر على أكرم توفيه وكريم فهد وإمام عشور إذا ما أكتم بالأمس يا ماري من خلاص مستر كريستيان فينك الدكتور وضح حلاص يعني جهزيتهم من النحية الطبية يتبكى طبعا الأمر الفني يخضع ليه رؤية مستر كولر مستعانة بيهم فيه خلال هذه المباراة أو المباراة السوبر الإفريقية لكن خلاص جهزيتهم شفناهم بالأمس التدريب بالكامل التراي ماتش أيضا فيه لعيبة غارب بمستوى جاي جدا بدءا من الأول يوم في المعذكر بتكلمي على أبشي على طاهر على حسين الشاحات على صلاح محسن على كريم ندد اللي عودته إضافة قوية جدا للناد الأهلي أيضا يعني كهرباء استمرار أيضا للعيبة المتصعدة مقطع النشئين اللي ظهرت مبارحة بشكل كويس طبعا معتزم حمد مع زعلوب طبعا مع فخر بالأمس يعني مستر كولر بيجربه في مركز الظهير الأيمن الحلة العامة للفريق إن شاء الله النهاردة طبعا واللي إحنا شكناها في المرامب الأمس إن شاء الله مرضونا يكون على الفريق النهاردة طبعا النهاردة هيبقى فيه يوم يوم م самые بالنسبة المستر كولر فيه المباريات هيبقى فيه طبعا وجبة الغدة هتكون في تمام الساعة الوحدة والربع ثم المحاضرة الفنية المستر كولر هتكون في تمام الساعة الثانية ثانية ظهرا ثم التحرك إلى المدينة اللي بتاع برضى عن مقر خامة فريق اللي هذا 45 ديئة يعني من 30 ديئة ل 45 ديئة ثم تكون طبعا المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت النمسة السادسة بتوقيت القاهرة إن شاء الله المباراة يكون ختام مميز يتمنى طبعا نطلع بدون إصابات طبعا تعرفة كابتن إسلامي يتكلم في هذا الأمر من المباراة الودية أو التجارب في المعسكرات الإعداد يهم في المقام الأول بعيدا عن النتيجة بعيدا عن أي شيء يهمك أنك تطلع بدون إصابات تلامة العديم مهمة جدا خاصة أنه ستبقى مقبل على معترك كدير جدا سواء بدءا من المباراة السوبر الإفريقي ثم كما عن مباراة الدور التمهيد الدوري أبطال إفريقيا ثم فيه مباراة دوري ثم سوبر إفريقي موسم صعب جدا بالأمس كان لها أحاديث جانبية مع بعض اللي عديم اللعيبة عندها خلاص الأمر الخمس بطولات بيزود يضع ضبط على العديم لكن بيزود الدوافع بالنسبة للمرحلة القادمة العديم بتقول لإستنادي احنا عندنا بتتكلم في تسع بطولات جمهور النادي الأهلي مش هيقبل أو يتقبل إلا أننا أخذ من التسع بطولات العشرة مش السبحة ولا الثمانية فده أمر مهم جدا العلية والشخصية اللي عند العديم النادي الأهلي أعتقد منعكسة كلامهم منعكسة في تدريباتهم خلاص كل العيب عارف البرنامج بتاعه والسيناريو بتاعه فإن شاء الله مردود ده كله مريم كريم إن شاء الله إن شاء الله أهني على المستوى الشخصي من اللي إحنا اللمسيين ومشيطينه متفاقل جدا باللعبين التابت من الخطيب وحرص قدام على رغل الظروف الصحية لكي نخلينا نطمن كل دمهيرنا ودمهير النادي الأهلي حريص أن يتطمن على كل التفاصيل بيعقد جلسات مع اللعبين أكتر من جلسة بتكلم مع أمام خلاص يعني إمام جوء أجواء حسد الأهلي أصبح واحد يعني كان له باله كتير دوالنادي الأهلي دور كبير لكهرباء في هذا الأمر اللعيبة الجديدة ريدو سليم خلاص صهر ودخل خلاص الأجواء مع العدل النادي الأهلي تكون ندفد اللي واحد من كبات الفرق يابل المناسبة والفرتيب الخامس في كبات فريق النادي الأهلي صلاح محسن يعني أعتقد إن شاء الله هيكون لي دور كبير جدا مع النادي الأهلي هذا الموسم أجواء إن شاء الله يا مريم يا كريم هيكون مرضوها بإذن الله بدا مباراة السوبر الأفريقي بإذن الله طبعا كلنا شايفين ولمسين يعني إن شاء الله للمعسكر ده في النمسا حيبقى له إنعكاسات طيبة جدا على سكواد النادي الأهلي بس إحنا عايزين نقف معاك بحكم طبعا إن أنت أقربنا للسكواد وحضرهم يوميا وشايف بنفسك وبعينك التفصيلة اللي أنا عايز أعرفها منك اللي هي تفصيلة الاندماج يعني اندماج العناصر الجديدة اللي أضيفت أو اللي انضمت مؤخرا للسكواد إلى أي درجة متحققة في معسكر النادي الأهلي في النمسا ومين أهم العناصر اللي مساعدة على تحقيقها يعني النقطة دي مهمة جدا في قوية الأهمية يا كريم يعني أنت بتحتاج دايما في البداية انضمام أي العيب ياخد فترة إنه هو يكون مع الفريق يبدأ ياخد في الأجواء في أوقات كتير جدا أنت بتبدأ الموسم خلط المباريات اللي عيد ما بياخدش وقت ما بيلحاش ياخد وقت بيضطر إنه اندماجه ييجي مع المباريات لكن هذا الموسم الوضع مختلف شوية الوضع مختلف بالنسبة لك أنه فيه فترة سعداد اللعيبة يوميا تتكلم على مدار ساعات اليوم موجودين مع بعض خلاص الأمر ده كان مهم جدا فيه اندماج لاعب زي ريدا سديم لاعب زي إمام عشور إمام عشور الدور الأكبر لكهربا يعني كهربا مع إمام عشور يعني تقدر تقول بقى سنائي متناغم الكابتن الخطيب دايما بيتكلم مع كهربا سوقف كلامه مع ريدا سديم أو كاربا حتى كاربا والم أنا بعلمه مع المباري من الولادي النادي فأعتقد بيتبقى من الحاجات الجميلة ريدا سديم طبعا اندماجه يعني دور كبير جدا طبعا لعلي معنون الكابتن محمد الشناوي في بداية الأمر للشياء كابتن الشناوي يعني كلامه كله مع كل اللاعبين يعني أنا بيقولي ريدا سديم أي حاجة أنت عايز هنا في ظهرك يعني أنا بيقولك باللظ ثقلني يعني أنا كابتن شناوي وهو بتكلم ريدا سليم اي حاجة انت عايز انا في ظهرك انت هنا اكونا انت معانا احنا بكلنا اسر عائلة واحدة امور كلها بتدي اسم امام اللي تبص على ملامح ريدا سليم وهو بتكلم او هو يعني بتحدث بيتجول في بقر الاخوام لا خلاص هو متعود على الاجواء ريدا سليم قال لك انا جاي احقق احلامي اللي انا يعني احلام بيها اول ما لعبت الكرة مع النادي الاهلي عندي احلام كتير جدا وشايف ان المكان الوحيد الافراطي اللي حقالي الاحلام دي هو النادي الاهلي فاللعيب عنده الفكر وعنده العقلية ان من الامور التانية المهمة جدا اللي بتساعد عالية الاندماج الدور المهمة جدا دي كارلوس المطور الاداء يعني مطور الاداء بيشتغل شوية كابتن اسلام يتكلم في هذا الامر باستفادة اكتر ان الاهلي بيضمله في الجهاز الجديد او في هذا الموسم مستر كارلوس ده مطور اداء ومكتشف مواهب فبيشتغل مع بعض اللعيبة اللي عندها بعض الانواقص يعني زي ما قلنا في نعيب التلعب بالقدم اليمنى مستر كولر بيحتاجها في اكثر من مركز زي خالد عبد الفتاح بيلعب ظهير ايمن ايمن بيلعب قلب ادفاع بيلعب ظهير ايصر بتحتاجه في قواب كتير جدا فمستر كارلوس بيشتغل معه انه يجيد النهبة بالقدم اليسرة لعيب زي زعلوك شايف اللي عنده المستقبل في مركز المهاجم بيحاول يشتغل معه على تطوير نهاء الهجمة في شكل مميز جدا لعيب زي رفض خليل بيلعب بالقدم اليسرة بيشتغل معه انه يلعب بالقدم اليوم الامور دي مدنيا رضا سليم ايضا مع امام عشور الامور دي كلها مدية للنعيبة خلاص في مجموعات مهمة جدا فيه دور للاندماج مهم جدا سواء في التدريب سواء خارجا للتدريب الالعاب الترفيهية يعني زي ما قلنا كريم النهاء بطولة الالعاب او بطولة البلايستيشن بين اللاعبين كانت انتهت بفوستاهر على احمد نبيل كوكا ستة واحد بالامس احسين الشحات فز بطولة البينج تنس الطولة فز بعد مجلب في النهاء زعلوك فيه امور مدية للندماج للعيبة في جانب ترفيهي عفواني شوية مقرب الامور من اللعيبة ان شاء الله زي ما قلنا مرضودها بإذن الله يكون في هذا الموسم بدءا من مبارات السوبر بإذن الله ان شاء الله يا فاروق طيب اخيرا خلينا نتطمن منك بقى على صحة كابتن الخطيب هل خلاص غادر الى فرنسا لاستكمال بقية الفحوصات الطبية ولا يعني لا يزال موجود في النمسا خلينا نتطمن منك اكتر يعني لان كل جمهير النادي الاهلي اكيد حريصة ان هي تعرف صحته بقت عاملة اي دلوقتي يعني بطميني كمريم يعني تعرف قيمة الكابتن محمود الخطيب الكابتن الخطيب يعني في كل الظروف يتحامل على نفسه من اجل يعني متابعة كل الامور بيتابع امور كتير جدا مع الجهاز الاداري مع الجهاز الفني يعني عايز يشوف اللعيبة محتاج ايه الجهاز الفني محتاج ايه لكن كما بأكرك الكابتن لا لا لسه موجود معانا في النمسا هيكون طبعا موجود في المباراة الودية طبعا ويه ثم طبعا هيكون الكابتن هيغادر الى فرنسا ان شاء الله بعد طبعا اليوم هيكون الكابتن يتوجه الى فرنسا لابتكمال برنامج العلاجي هي الكابتن محمود الخطيب اللي نتمنى له يا رب السلامة وربنا يحفظه في امور احنا اللي نسنح من بعض الجماهير اللي بتبقى حريصة انها بقى موجودة عشان تتطور مع الكابتن الخطيب يعني في بعض افراد الجانية المصرية بالمناسبة منهم منزمة الكوية كانوا حارسين يقول لك احنا جايين نتطور مع الكابتن الخطيب احنا جايين نتطور مع اسطورة في الرياضة المصرية ايفونة اللي بنتشرف بيها قدام العالم ان احنا عندنا حد بقيمة الكابتن محمود الخطيب اعتقد كلها يعني امور اندلت بتدل على اول حب ده نعمى من ربنا ربنا وهيبها للكابتن محمود الخطيب قيمة ومكانة الكابتن الخطيب وقيمة ومكانة النادي الاهم جميل كالعادة بنشكرك على هذه التغطية الوافية كالعادة برضو ده مش جديد عليك عن طريق تيليو يا كريم عن طريق التليفون يا الحياة فاروق قيم بالواجب معنا طريق كل الوسائل شكرا كنا ما عندنا شك ان اكيد هيبقى الكهرباء تحديدا يعني دور مهم جدا زي ما هو مفيد جدا في الملعب مفيد جدا كمان في التفصيل اللي كنم نتكلم فيها من شوية مع فاروق فكرة تسهيل عملية دمج المستجدين مش كده برضو؟ خلينا اول اشكر فاروق الحياة تقرير مفصل جدا عيشنا الاجواء كننا موجودين معاهم لكن في حاجة فيه ثلاث حاجات مهمين جدا يعني قال لهم اول حاجة طبعا الكابتن الخطيب وانه ربنا طبعا يا ربي راجعه بالسلامة ان شاء الله وفكرة قال حاجة من اللي انا قلتها انه حد من جمهور نادة الزمالك جاي يتصور مع كابتن الخطيب في النهاية كابتن الخطيب ملك المصر كلها واسطورة زي ما احنا ناس اهلوياء بنحب ناس كتير جدا في نادة الزمالك اخلاقهم دايما عالية بنكلم عن الكابتن حزم امام نمازج بقى الهلوياء كتير جدا اللي زمالك ويحبوها يمكن اكتر بكتير جدا في نادة لها الكابتن محمود الخطيب قيمة واسطورة كبيرة جدا لان تتكرر يعني الى الان ما شبتش حد بالكيمة دي والناس كلها مجتمع على حبه فده شيء جايد جدا نتمنى له ان شاء الله يا رب الشفاء العجل النقطتين كمان بقى مهمين فنين شوية كوسة مطور الأداء الكوسة دي مهمة جدا لانه يعني من كم سنة فاته دخل علينا بقى الاناليسيس وانه بقى في محل الأداء في جوه الفريق علشان يحلل الأداء الفريق بتاعك وأداء المنافسين وده يعني ابتدى بقى فيه حده بقى فيه اثنين وبقى فيه ثلاثة أوقات مثلا في ماشيستر سيتي تلقى 11 محلل الأداء اللي هما بيحللوا أداء الفريق والفرق المنافسين فكرة بقى انه بقى مطور أداء دي سيبتو الخطوة تانية ان انا عندي حد بيحلل حد تاني بقى بعرف ان انا عندي ضعف في حاجة معينة فالمدرب ده ازاي الشغل الانديفيدول للموضوع ده بقى مهم جدا اهم حاجة في الدنيا انك في الفرق الكبيرة يبقى عندك حد اللي هو اللايف كوتش المدرب اللي بيخليه نام ازاي ويأكل ازاي ويصحة ازاي لان في الاخر المدير الفني بيمرن 30-35 لعيب مش هيقدر يؤثر على كل واحد بالشكل اللي يخليه يحسن لعيب في الدنيا لكن في النهاية اللعيب اللي بيركز على نفسه محتاج برايفيت كوتش محتاج ان هو يبقى عنده حد بيعمله واناليسيس لاداء والشكل ويشوف عنده ناقص ايه علشان يقدر يطوره فبالتالي المدرب الشخصي ده مهم جدا ان يطور الامور الفنية والفردية اللي موجودة عند اللعيب فالنادي بقى يجيب انديفيدول كوتش او مطور اداء لعدد كبير جدا من اللعيب او للتيم ده حاجة مختلفة وغير مسبوكة لان اخد بالك طول الوقت ده مش هشتغل مع التيم كله ده هشتغل مع نهاردة مع اثنين ياخد معهم اسبوع مثلا لحد ما يوصل للحاجة اللي هو عايزة فدي كمان حاجة مختلفة تماما ان سهار بقى اللعيبة وان في دور الكهرباء وفي دور للشناوي دي عادة بقى ورصناها من زمان جدا انه اي حد بيدخل او ما بيدخل قد اللبس خلاص الموضوع انتهى ما بيسمحوش لحد ان ياخد يومين ثلاثة ما بنسمحش يعني فده دور طبيعي وكمان كهرباء كده كده واحد من ولاد النادي الاهلي طلع وراجع لك انهو متربي اصلا في النادي الاهلي ونشئين النادي الاهلي فان سعيد كهرباء الفترات اللي خلالها سنتين ثلاثة في الاخر دول النزج اختلف بشكل كبير جدا ادرك دوره وادرك من مسئولية المنقاعة اللي اعطوك هو طبعا وشناي وقفشة واللعبة كبيرة اللي موجودة هي دي طبعا النادي الاهلي يعني فالواحد سعيد جدا باللي بيحصل جوه النادي وان شاء الله يا رب نأمل يعني ان شاء الله الحاجة برضو اللي قالها كمان مهمة انه هنشارك في تسع بطلات عزيني كسب العشرة وده قدر لعبة النادي الاهلي وادرته جمهوره يعني ان شاء الله يا كابتن اسلام نورتنا وان شاء الله طبعا فاشر صحيف الاهلي ومن ضمن صوتنا لصوتك واكيد ان شاء الله يكون موسم قوي جدا للنادي الاهلي طبعا بكده تكون خلصت فاكرتنا الحورية الاولى نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل ونستكمل فاكرتنا الحورية التانية في عشر الصبح في الاهلي عودة من جديد لعشر الصبح في الاهلي اهلا بكل حضراتكم مرة تانية طبعا منتخب مصر للمواي طاي الحقيقة عامل انجازات كتيرة جدا وكبيرة جدا في الفترة الاخيرة وكان اخرها على الاطلاق من حوالي اسبوع تقريبا لما قدروا يحصدوا 11 ميدالية في البطولة العربية يعني نقدر نقول ان اولادنا عملوا المطلوب منهم مزيادة وهو طبعا فكرة الوقوف على منصات التتويج ورفع عالم مصر في كل المحافل الرياضية المختلفة اللي بيشاركوا فيها خلونا بقى في الجزء المتوقع عن نهاية حلقتنا النهاردة نحتفي باتنين من الفائزين بالميداليات الدهبية في هذه البطولة ونرحب بيهم معانا ومنورانا ذكرى صلاح بطلة العرب في المواي طاي وكمان منورنا انس عصام بطل العرب في المواي طاي يا صباح الفل عليكم واهلا بيكم معانا ونورنا ذكرى خليني ابدأ بيكي يمكن كانت بطولة صعبة عايزين نعرف منك واستعدتلها ازاي لا احنا اتمرنا كويس كنا معسكرين هنا في المركز الوليمبي في الكاهرة في المعادي عسكرنا هي الفترة معسكر مغلق هي ممكن تكون الفترة وكايتش طويلة بس كان المعسكر جامد وكان في يعني كنا مشتغل بدقة عالية ومهارة وكان في الجهاز الفني كان مقام كابتن وليد شرف وكابتن ايمان حمصاني وكابتن رفعة جابر وكابتن وايل فهر فبصراحة هم عملوا شغل عالي معانا وفرق في المستوى كتير واللياقة البدنية بتاعتنا كانت عالية جدا وده ممكن يكون كان سبب كبير يعني في ان احنا نكسب وناخد اول لان اللياقة لما تكون عالية انت كده نفس طويل فبتكمل بتاعت جولات عادي فيه ابطال بيكون النفس عندها ضعيف وواقع فانت تستغل حتة زي دي زي ده الخطط بقى المهارية واللياقة والمهارة وكده والخطط اللي هم حطوه لنا فده كان سبب كبير طبعا في الانجل اللي احنا حققناه ونشكر طبعا الجهاز الفني للمنتخب المصري احنا طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم معاكو فيه ليه علاقة برياضة المواي تاي بما فيها كمان عايزينكو في مرحلة يعني اي مرحلة مناسبة في القاعدة الحلوة دي حتى نعرف الناس لان اكيد مش كل الناس عارفين ايه هي رياضة المواي تاي بس قبل ما نعمل الكلام ده كله وقبل ما نكلم كمان في تفاصيل الانجازات الكبيرة اللي انتو حققتوها عايزين اتعرف اكتر عليكم يعني كل واحد فيكو عنده كم سنة في اي مرحلة دراسية بدايتوا مع الرياضة دي كتت عاملة ازاي نبتدي معك انا انا اناس عصام عندي 15 سنة طلت عدادي بلعب اللعبة ديت معلي ثلاث سنين قدش بلعب حاجة قابليها فبدأت حبيتها امي وابويا كانوا بيشجعوني ليها وكابتني حبيبني في اللعبة كانوا بيقف معي كابتن محمود المليجي ودخلني منتخب والحمد لله بشور كابتن وليد كابتن وليد كابتن ايمان الحمصاني وكابتن والفه على شجعوني للبطولة ومرروني كويس والحمد لله حسنا ربك تزول يعني دي حاجة بيشتاجة اقوالة يعني بسم الله ما شاء الله على الانجازات اللي انتو عملتها الحمد لله علنا اول بس وانت يا ذاكرة بدايتك مع الرياضة دي وبرده في اي مرحلة دراسية انا عندي خمستاشر سنة اولى سنة وعام انا بدأت بعلي سنتين باتمرن مواي تاي ما اتمرنتش حاجة قبل كده اوه بس كنت روحت الجمه فترة كلياقة يعني وكده يعني بس ما اتمرنتش أي العاب الاياضية قبل كده هي بدأت مع المواي تاي من سنتين بدأت فهو انا اتمرنت مع كابتو عسام شرف اوه في بريم قرية بتاعتي يعني اكاديميت والدد زكارية اشرف وتدريب كابتو عسام شرف بصراح هو حبيب في اللعبة اوي وكمان كان له فضل كبير عليا طبعا في مستوى لنا وصلت له ده وهو كان السبب الاساسي بعد ربنا طبعا يتوفير ربنا وده السبب الرئيسي كل ده بتوفير ربنا هو الهو توفير ربنا يعني ما كنتش وصلت العاجة بس بكابتو عسام شرف يعني بعد ربنا كان ليه فضل كبير علي قوي لأنه بالصراحة واتعب كتير معنا ومعسكرات وبتاع فهو كان جاء على نفسه شويتين عشان خاطرنا إحنا وبصراحة نوصلنا وأنا هو كان وصل فيها والحمد لله طلعت عن دي السقة دي بس أنا بس يعني حط عيني على بطولة العالم يعني الدهبية في بطولة العالم إن شاء الله إن شاء الله ذكره وأنا سعايزين نعرف منكم دايما في أي مرحلة دراسية بيكون صعب توفيق ما بين الرياضة وما بين المرحلة الدراسية دي دايما بنتكلم فيها مع أبطالنا خاصة في مرحلة البطولات عايزين نعرف منكم أكتر إزاي قدرتوا أن أنتوا يعني توفقوا ما بين الدراسة بتاعتكم خاصة أن أنتوا في مرحلة صعبة ولا سنوي وتوفقوا ما بين أنتوا تكونوا في البطولة ومش بس تكونوا في البطولة لأ أنتوا وصلتوا كمان لمرحلة فيها وحققتوا يعني الدهبية فأكيد حاجة مهمة جداً خاني يعرف منك الأولي ذكر هو يعني أنا روحت الدروس عادي وكنت من السقة هو بس تنظيم وقت يعني نظامي مثلاً شوية وقت تمرين شوية مذاكرة شوية يعني الدراسة وكده هو بس محتاجة تنظيم وقت منك وجدول الحاجات دي فمس مش أكتر يعني هو تنظيم وقت حتظبتي كل حاجة وممكن كالتمرين آه ماشي بنروح التمرين عادي بنروح دروسي وبس هي محتاجة تنظيم وقت يعني كنت بفضي أوقات للتمرين ممكن مثلاً خلي يعني يوم فاضي زي الجمعة ده للتمرين بس يعني بروح برضو أيام التانية بس الجمعة ده يكون كامل يعني مع اسكر بقى من الصبح لحد بليه فهو تنظيم وقت يعني شوية عملت إيه يا أنس بقى أنت في الموضوع طبعاً أنا مدي كل حاجة فالديد مثلاً صبح عندي بالليل طبعاً تبقى التمرين والصبح مثلا عندي درس وضيئة أجل ذكره بالليل بروح التمرين عادي يعني مدي كل حاجة ما ينفع شجل هذا مثلاً لا أروح أنا راحي التمرين وأغمي الدرس فمدي كل حاجة رفع عليكم يعني ذو كمان ترعيب من إعدادية ودي شهادة وبرضو أكيد بتحتاجك أنا لسه في تالت عداد والأهالي بحدش فيكم أوه كده ذكره سابقى أنس في سنة صح كده أنا لسه حاجة حد من الأهالي يعني كان قلقان من أن تفوقهم الرياضي ممكن يأخذ من التفوق الدراسي لا بصراحة لا حصلتش في حالتك ولا في حالتك نعم الحمد لله أنت كنت بتقولي من شوية ذكره في وسط كلامك تقولي عندنا في القرية القرية دي أنا سمعت الصح وأنا سمعت غلق أوه قرية بارريم طبع مركز كوحمادة بحيرة جميل جميل أنا بسألك ليس سؤال دا لأن كان لغاية وقت مش يعني مش بعيد قوي كان صعب تلاقي في القرى والكفور والنجوع المصرية الأسر اللي عندها الثقافة بتاعت أن تخلي بناتها تحديداً مش فولاتها بقى البنات يعني يمارسوا رياضة فأنت كمان مش بس مارست رياضة أنت كمان بقيت بطلة فيها ورياضة بتيقلي مش درجة قوي يعني ولا أي مش معروفة قوي في القرية ولا أنا فاهم غلط وكل فضل طبعا برضو بيرجع لي بابا في حتة زي دي بابا يعني مش اللي هو شادد وبتاقى هو شادد آه بس اللي هو لقى عادة درياضة دفاع للنفس يعني فسحة ليا كده كنت رايحة إني كافسحة فدا لي بطلع 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 روحي طرفيه كده كنت شرحة أنه بقى حلعة بطلع 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 كنت رايحة طرفيه بسقيت الموضوع بقى جد التمرين بتاعه بطولة في طولة جمهورية بتاع فاخدت الموضوع بجد شوية بابا كمان بصراحة مشجعني فأشكره جداً وبحبه جداً وماما وأهلي وكابتن عصام طبعاً ده قليل فضل كبير علي نعجلهم الشكر أكيد طبعاً فأشكره جداً وأتعب معناوي فأشكره برضو تاني وبشكر أهلي وكل مصريين بعنا أصح وأهل بلدي برضو أنه مشجعوني كانوا وافين بجنبي وبقى عمات وخالصة وعتليك بتقاري أهلي كل الأهلي لو محدش يدريك جنبها يعني يعملوا ألف حساب قبل ما يتكلموا معاها طب أنس خليني أروح لك ليه الموايطاي يعني يمكن أنت وذكره كنتوا تكلمتوا أنه دي أول رياضة أنتوا مارستوها دائماً لما تعرفين أن حد عايز يمارس رياضة قتالية ممكن يبدأ تايقوندو وكاراتي الحاجات المتعرف عليها الموايطاي يمكن الناس مش عارفها قوي ويمكن أكيد بالنسبة لكم أنتوا كن مفروض أنتوا تعرفوها قبل كده ولكن انتوا اخترتوا أن تبقى أول رياضة ليكون فعايز أعرف منك أكتر ليه تحديداً الموايطاي الموايطاي أنا حبتها يعني لما رحت أنا أصلاً كنت رايح تمرين عادي مش قصدي ولا تمرين ده فلما عرفت الليابة ليه الموايطاي دخلت بطولات ليه حبتها فلما حبتها بقى لقيت نفسي أتطور فأمي وأبوي ساعدوني اللي أنا أحب الليابة ديته كابتني حبيبني فيها أكتر أنا أخدتش أعرف اللي هي الموايطاي فلما لقيت الموايطاي بقى وفلقيت بطولات وكده حبيت أكتر فلاقيت نفسي بوصل لقيت لهم أمامي بابا ساعدوني وكابتنين ساعدني وأهلي ساعدوني وأصحابي يعني أنا أحب أشكرهم بردو وأهلي بردو دولة لهم فضل كبير علي طبعاً كانوا بيقول شجواني أنا في البطولة وأنا كنت في أي راحة أي تمرين عايش يا بطل عايش أنا عايزك تبقى جامل والحمد لله لما وصلت وغدت أول عمالي حفلة كبيرة يعني بحب أشكرهم أنتوا الاتنين يمكن ذكرتوا كابتن أيمن الحموصاني وعلشان كده بقى خلينا دلوقتي يعني نروح لكابتن أيمن عبر الهاتف مدرب منتخب مصر الموايطاي كابتن أيمن منوارنا ومشرفنا والحقيقة يمكن زي ما أنت سمعت ذكرى وأنس اتكلموا عن قد إيه يعني الفضل بعد ربنا بيرجع عليك وأن هم يوصلوا للمكان اللي هم وصلوا لها ويحققوا مراكز الحقيقة مشرفة جدا في البطولة الأخيرة أهلا مساء بحضرتك أولا بشكركم جدا على دعمكم والاهتمام بكل الرياضات مش الكرة القدم بس يعني احنا الحمد لله رب العالمين بصد ربنا سبحانه وتعالى أنا إنجازات عليها جدا وده طبعا مش مجهود فرد واحد يعني احنا كجهاز فني كلنا شركاء في العمل ده وبشكر طبعا على رأسهم رئيس الاتحاد المصري للموايطاي هو دعم لينا الأول وبشكر مصد رفعة جابر رئيس الجهاز الفني وبشكر كابتن وليد ذكرية وزميلي مدرب المنتخب كابتن واقل فيه فإحنا إن شاء الله رب العالمين متفقلين خير دائما في كل البطولات اللي جاية مش البطولة العربية ده طيب مبدئيا لازم نبارك لحضرتك ونهنيك على الإنجازات العظيمة التي اتحققت في الفترة الأخيرة في هذه الرياضة المتخب طبعا المصري للموايطاي وأكيد عشان نجاحات زي كده تحصل دي ما بتجيش من فراغ وأكيد ورا منها تخطيط واعداد وتجهيز وتفاصيل حابين نعرف حتى ولو الخطوط العريضة منها أو عنها من حضرتك طبعا إحنا بنتعامل مع مرحلة سنية تحت 17 سنة وطبعا إن اللاعبين يكونوا في معذكر تدريب مغلق عيد عن أهلهم فطبعا بنزالهم بتكون حاجة جديدة فإحنا بنحاول نعملهم طبعا قبل الإعداد البدني نعملهم إعداد نفسي بحيث أن يكون فيه تواصل جيد ما بين اللاعب والمدرب وبنبدأ بقى في الإعداد الخاص باليقهة البدنية اللي دي مراحل سنية مهمة جدا جدا وفي مرحلة نمو نحاول نعملهم تدريبات خاصة بالكوة إضافة إلى إعداد المهاري بتاعهم وبنعيشهم أجواء المباراة قبل الصوت على الحلبة فده بالنسبة لهم بيكون أمر مهم جدا وهو ده بفضل الله سبحانه وتعالى اللي خلانا مداليات ذهبية وإنجازات رهيبة إحنا لعبنا دول كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وده كان بفضل ربنا والبرنامج التدريبي اللي اتحط للمنتخب المصري الحمد لله طيب كابتن أيمن خليني أسألك عن لعبة المواي تاي يمكن هي مش لعبة شعبية معروفة قوي بالنسبة للناس يمكن اللعبات القتالية اللي مشهورة أكتر منها بيكون التايكوندو أو الكاراتي خلي أعرف منك يعني التسلسل أو البروصيس اللي حصل في هذه اللعبة يعني يمكن بدأت أنه ينضم لها قد إيه من مصر تحديدا لعبين ولعبات في هذا المجال أو هذه اللعبة يعني خلي أعرف منك على أي مدى بتتطور وعلى أي مدى بتتعرف وبينضم لها أكتر وأكتر من اللعبين واللعبات طبعا رياضة المواي تاي برضو عشان أعرف الجمهور ناس كتير ممكن ما يكونش عندها فكرة عن رياضة المواي تاي اللي هي الملاكمة التايلندية هي رياضة دفاع عن النفس بتعتمد على اللاكمات والرقلات وضرب بالقلب وضرب بالمين بالربة هي قرية رياضة متكاملة فبدأ كل الرياضيين وغير رياضيين بدأوا يعتاجوا لها بشكل أكبر وبدأ يكون لها جمهور عالي جدا 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 من جميع أنحاء المحافظات في مصر وده دليل على أن هي رياضة كاملة متكاملة فيها قوة يعني كل الشباب المهاردة بدأوا يمرسوها كل الأطفال المهاردة بدأوا يمرسوها لأنها رياضة بتعزز جهاز مناعة بتساعد الطفل نفسه أنه هو يكني بالتغذية بساعته كويس جدا 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 إضافة إلى الشباب الكبار ما بقاش يروحه خلاص للألعاب اللي هي الأخرى البسيطة بدأ يحبوا الرياضات اللي فيها قوة ويبدأ يفرد الطاقة السلبية اللي عنده وبقى فيه البال كبير جدا جدا بفضل الله على رياضة الموايطاي جميل إحنا ساعدنا جدا بمشاركة حضرتك معنا عبر الهاتف كابتن أيمن الحموصاني مدرب منتخب مصر للموايطاي وأكيد بنتمنى لكم المزيد من النجاحات إن شاء الله إحنا فضل دقيقتين على نهاية الحلقة تمام تحبوا تقولوا إيه لمين تمام أنا حب أشكر كابتن متاعي كابتن عصام شرف فأشكره جدا لأنه طيب معنا قوي وهو كان سبب رئيسي طبعا في اللي احنا وصلنا له بعد ربنا سبحانه وتعالى فأشكره جدا وطبعا بشكر رئيس الاتحاد أستاذ محمد إبراهيم لأنه طبعا كان سبب اختياري للانضمام لمنتخب مصر وبشكر الجهاز الفني والإداري كابتن وايد زكريا وكابتن وايل فهر كابتن رفعة جابر كابتن عامل حموصاني بشكر الإدارة بتاعت الاتحاد كاملة لأنها فعلا كان بتشجعنا بالدعمنا وطبعا بشكر بابا وماما لأنه طبعا بابا كان سبب رئيسي برضو في اللي انا وصلت له ده فأشكره جدا وإن شاء الله لسا عشرفه أكتر وعشرف مصر كلها وطبعا برضو بشكر أهلي وبشكر عيد سعفان كاملة وطبعا هفضل فخر ليهم وإن شاء الله في بطولة العالم نرجع بالدهبية إن شاء الله أنا بحب أشكر كابتن محمود الميليجي على وقفته معي على تعبه بالأمانة وكان بعمل معسكرات كتير إنه كان أريد أن أجيب أول والحمد لله أجيبت أول بحب أشكر ماما وبابا على تشجع وملية وبحب أشكر كابتن ولد زكريا وأحب أشكر كابتن أيمن حمصاني وكابتن نوال فيه يمكن زكريا قالت هي لسه ده مش آخر طموحها يا أنس بس ما عرفناش منك بقى آخر طموحك كده في كلمة أخيرة عايزين نعرف منك أنت عايز توصل لفين لا أنا لسه قدامي هدف كبير إن شاء الله أنا ديت خلاص يعني ديت أنا أشيل على جمب وبص البطولة العالم الأحسن يعني ديت بطولة عرب أنا حالت في دماغي لأنني إن شاء الله إن شاء الله أجيب أحسن منك إن شاء الله نحن نستنين أننا في القريب العاجل تنورونا مرة تانية في البرنامج إن شاء الله ليس على أعتبار أن أنتم أبطال العرب في الموايطاي لا أدبتوا أبطال العالم إن شاء الله إن شاء الله يا نمازج جميلة جدا جدا للمصريين والمصريات فأخورين بكم جدا وانبسطة أنتم مموضين معنا شرفتونا طبعا ونورتونا وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي بكرا إن شاء الله حلقة جديدة